اشتركوا في القناة واحنا بالنهاية نحاول ان نقدم الضيف على طبق من ذهب لكم وبالنهاية الحكم للمشاهد الكريم مشاهدين الكرام اليوم راح يكون عندنا ضيف وضيف جدا مميز واحنا سعداء بتواجده معانا في برنامج اللوبي ضيفنا عضو مجلس الامة رياض العدساني عضو مجلس فبراير 2012 عشان نكون بالتسمية يعني دقيقين نرحب فيه وهو من الشخصيات اللي نعتز فيها وهو يعني في تساؤلات كثيرة عن مواقف أخونا رياض العدساني في ظل الأزمة الحالية لعيشها البلد عدم الاستغرار اللي قاعد نعيشه هناك مواقف كثيرة يجب اليوم أن نتناقش وياه فيها ونعرف أفكار أخونا رياض العدساني مشاهدين الكرام باسمي واسمكم أرحب ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة أخونا رياض العدساني بمحمد حياك الله وياهلا ومرحبا الله سلمك مساك الله خير مساك الله خير على الكنام الطيب تستاهدع تزوية هذه عسى الله يطوككم جميعا إن شاء الله الله يسلم وطول بعمرك أنا في سالفة أنا في انتخابات فبراير أبو علي 2012 رحت أبو بارك لأخوي بو محمد رياض العدساني في مغرى الانتخابي ما شاء الله عنده أخو توأم توأم صحيح خير والبركة يعني هذا من المواقف اللي صارت مع أخوي بس موقف بذكرة مرة من المرات في إحدى الاستجوابات أخوي حاضر نعم وأنا موجود داخل في المجلس أخوك أحمل أخوي ناصر ناصر أكلمني تالي واحس صادفته وقال لي تعال أنت ليش فترة الاستجواب طلبك قاعد قاعد بره بره فقلت أنت شفت لي بره ما شفت لي داخل قل هذا أخوي ترى الشبه غوي لا مجنة كلامك يعني مو طال جمهور شاف أخوي بره مع الجمهور ومشاري تخيل والله يعني سبحان الله الشبه وايد وايد غوية نفسه صار فين يوم يا خلت أبارك لك فعلا طالع منه يعني الشبه غوي معاي ها تبقى أكيد صارت مواقف يوم الطفولة والمدنسة اوه مشاهد الكرام مرحب بأخوي النوخذ أبو علي حياك الله أبو علي وياه الله يحييك أخوي أحمد وأيضا حييي أخونا أستاذ رياض العساني أبو محمد بساك الله أبو الخير وحييي أيضا ببشاري وحييي مشاهدين الكرام طبعا أخونا رياض العساني كانت له جولات وصولات عندنا هنا في برنامج اللوبي وما شاء الله عليه يعني أنا الأمانة يعني هذا الشخص الإنسان الشاب النبيل دائما كنت أقول إن شاء الله نتمنى لتوفيق الله سلم وحتى يمكن تذكر أخوي رياض لمن يتنهني قلنا لك إن شاء الله فالك المجلس وفعلا يعني أنا واحد من الناس من الشباب اللي نعتز فيهم أخونا رياض أخبرنا لك التوفيق وياك إن شاء الله لكن يمكن يبدو أن المجلس السابق اللي راح يمكن لعله هو خير إن شاء الله إن شاء الله وفي حيشي إيه لعله خير أخو يحمد أنا مرات يقولون مثلها يعني مرات أنت يكون فيه شغلة تحب أن يكون لك خير لكن هو وإحنا بالنهاية نتمنى أن يكون خير لهذا الوطن ولكن يعني أنا متأكد أن أمثال أخونا رياض العساني وفي كثيرين من الشباب ما زلنا نتأمل منهم الخير وما زلنا إحنا نتوقع منهم الكثير الكثير في المستقبل إن شاء الله يزاك الله خير على الكلام طيب أنا في أحد الأشخاص قال لي قال لي إن أحمد هالأيام بمشاري يعني مو نفس فزتها إذا ترحب فيه في بداية البرنامج وهذا يعني ما أدري أحس إنه كان نشوية فيه شيء ببمشاري أنا ما أدري السرع عند بمشاري والله هذا السؤال اليوم والله العظيم يقول لي أحمد يعني العادة بمشاري إذا ترحب فيه يكون يعني يضحك وهذا بس يقول هاليومين ما أشوف في هالأسبوع هذا يعني من الأحد والأثنين الحلقات اللي طافوا يقول بداية ترحب ما أدري أحس إنه بمشاري قل لنا شاء السالفة خلق لنا شاء السالفة خلق لنا شاء السالفة والله العظيم سألني واحد ترى شوف المشاري ترى المشاهد ذكي ويلاحظ ودقيق يقول لنا شاء السر أنا أول شيء أشكر أول شيء أرحب فيك أحمد أخي الله يسأل شاء أحمد الجمهورة الكريم أبو علي أنا أشكر المشاهد الكريم اللي قاعد يلاحظ أحطب تساماتنا وحتى هذا لها والله الحمد لله أنا بنعم من الله وفضل وسعادة ما بعدها سعادة الحمد لله والله مدام الواحد الله معها الصحة والعافية والهداية وصلي بالمسجد وشوفها لكل يوم هذا بعد شبيه والوالدة بوجودة والله الحمد لله أصلاة أولها الصحة والعافية شوفها أي بس خلاص تاني متعشي معها بس خلاص بديتني اليوم ما عندك مشكلة تراك معها بس البيت أنا عشانكم بصورة أنا مؤسمة لا حبيبنا لا لا مأكل الخير أنا مؤسمة أعتني أنك وطمن عزيز المشاهد هذا وقل له مشكور على الملاحظتك ويحبك أكيد هاي ملاحظة ما أطلع الواحد يحبك يقول له مشكور على الملاحظتك ترى الأمر ممتازة وفضل والله الحمد احنا عاشين بنعمة وبخير والله أكرمنا بنعمة كثيرة حمد الله خلقنا وهدانا أعطاننا هالوطن الحلو وهالناس الحلوة وبعد والله يا الله جعلنا حمد الشاكرين يعني يا الله أتمنح إن شاء الله فأنا بدأت بس أطمنك وطمن مشاهد الكرام الشيء الثاني عندي رسالتين الأولى أهني قناة اليوم اليوم على الحكم الصدر بحقها وعادة ترخيصها وبثها ويظل الإعلام الكويتي يكون غني بهذه الأراء المتنوعة والفعاليات وطمناها التوفيق والنجاح مستفدن من التجربة للمرة فيها أثنين أنا في بكرة في مركز تنمية المجتمع في ضحية صباح الناصر أسرة الشهيد حمود السعيدي منظمة فعالية بمناسبة العيد الوطني وبمناسبة ندوة بعنوان شهيد الوطن باشر الساعة عشر الصبح في صالة تنمية المجتمع في ضحية صباح الناصر ويكون فيها عدد فعاليات وطنية وكلمات وقصائد وعرض لزيرة الشهداء أتمنى من أهالي المنطقة وأهالي الشهداء ومحبين هذا الوطن أن تشاركون مع شكرنا الشديد لأخت الشهيد حمود السعيدي نقول لها مشكورة على هذه الجهود أخير شيء خواتنا ومدعلمات ومعالمين مبروكين الحكم صدر اليوم صدر لهم حكم مواد مهم ويدوة الغان ووالله دولتنا ديرتنا فوق الرأس هذا فيه تغريلات تحرق عليها حلو يلا أحرق عليها يلا مشكورين يلا مشكور يا أبو مشاري على كلام الطيب وتستاهلك الخير يا أبو مشاري وأيضا نتمنى إن شاء الله دائما نكون في خدمة الناس وكلام بالبرنامج هذا يا رب عندنا اليوم حدث وحدث يعني باتشر إن شاء الله سيصادف الذكرى السابعة لتولي سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ولاية العهد سموه للعهد نقول لك يا أبو فيصل عسى الله يطول بعمرك ويحفظك لهذا البلد وأنت يعني نقول دائما يعني متفائلين فيك وبضحكتك الجميلة وبطلتك الجميلة لهذا البلد وعسى الله يطول بعمرك وألف ألف مبروك يعني للسنة وإن شاء الله سنوات وسنوات بإذن الله تعالى حلونا نشوف هذا التغرير عن سموه للعهد ونرجع لكم تحتفل الكويت غدا بالذكرى السابعة لتولي سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ولاية العهد حيث يقف سموه عضيدا وسندا لأخي صاحب السمو وأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حافظهم الله ورعاهما في قيادة البلاد نحو التقدم والرقي ففي العشرين من شهر فبراير عام 2006 أدى سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح رعاه الله اليمين الدستورية وليا للعهد أمام مدلس الأمة الذي بايعه بالإجماع جاء ذلك بعد أن أصدر سمو أمير البلاد حافظه الله ورعى أمرا أميريا في السابع من فبراير عام 2006 بتزكية سمو الشيخ نوافل أحمد لولاية العهد نظرا إلى معاهده في سموه من صلاح وجدارة وكفاءة تؤهله لتولي هذا المنصب فضلا عن توفر الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون أحكام توارث الإمارة لدى سموه امتثل جميع أبناء القويت الأوفياء لغضاء الله فيه أميرنا الراحل رحمه الله وطيب سراه فالدمام لله وحده وفي تلبية لنداء الوطن متجسدا في إدارة السامية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتزكيتي وليا للأهد وقد امتثلت لهذا النداء الوطني من قبل سموه وما جمها منطقة غالية مباركة بمبايعة كريمة من مجلسكم الموقر صالوا مولاء الألي الخدير أن يكون لي سندا ومعينا وعلى حمل هذه المسؤولية العظيمة نسترشدهم بحكمة سموه وأسلافه الكرام ونحجهم الرشيد في السياسات الداخلية والإقليمية والدولية ولسمو الشيخ نوافل أحمد مشوار حافل في خدمة الكويت بدأه منذ أكثر من خمسين عاما في مختلف المجالات خصوصا في المجال الأمني حيث تشهد قطاعات وزارتي الداخلية والدفاع على مدى إخلاص سموه وتفانيه في تطوير المنظومة الأمنية لخدمة الكويت وشعبها الوفي وعين سموه في الحادي والعشرين من شهر فبراير عام 1961 محافظا لمحافظة حولي واستمر في تولي هذه المسؤولية حتى عام 1978 عندما اختير وزيرا للداخلية ومن ثم في يناير عام 1988 تم تعينه وزيرا للدفاع وعقب تحرير الكويت عام 1991 عين سمو الشيخ نوافل أحمد وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وفي أكتوبر عام 1994 عين نائبا لرئيس الحرس الوطني واستمر في ذلك المنصب حتى شهر يوليو عام 2003 عندما أعيد اختياره لتولي حقيبة وزارة الداخلية إضافة إلى صدور المرسوم الأميري بتعينه نائبا أول لرئيس مدلس الوزراء في شهر اكتوبر من العام ذاته ليستمر في ذلك المنصب حتى تولي سموه ولاية العهد عام 2006 رجعنا لكم مشاهدين الكرامة ما زلنا معاكم على الهواء مباشرة وشفتوا هذا التغرير عن الذكرى السابعة باتشر ليتولي سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ولاية العهد ونقول العمر الطويل ليسموه للعهد بو فيصل بو علي شو تعلق في هذه المناسبة؟ يعني احنا طبعا نهن سموه ولي العهد الشيخ نوافل أحمد الصباح عسى الله يحفظه طوله بعمره في هذه المناسبة وهو طبعا لما يتولى ولاية العهد فهو أخذ ثقة الشعب الكويتي وأيضا ثقة صاحب السموه الأمير عسى الله يحفظه طوله بعمره يعني احنا نتكلم بمختصر شديد جدا لأنهم بعطي مجالي لبقية الإخوان يعني سموه ولي العهد عسى الله يحفظه شيخ نوافل أحمد يعني شفنا أنه تدرج في كثير من المناصب السياسية والمناصب القيادية وأيضا كان له بصمات كبيرة حتى في المجال الرياضي وحتى في مجال الاجتماعي وفي مجالات كثيرة متنوعة مو بس في المجال السياسي أنا أعتقد أن سموه لعيش الشيخ نوافل أحمد عسى الله يحفظه طوله بعمره يعني هو الفعلا يعني خنقول الذي يستحق هذه الولاية والذي يستحق أنه يأخذ راية الكويت إلى المسار التقدمي إن شاء الله بعد عمر طويل لجميع الشيخنا عسى الله يحفظه طول بعمرهم يا رب شكرا أبو علي أبو محمد رياض في الذكرى السابعة لتولي سموه الشيخ نواف ولاية العهد بداية يعني بسم الله الرحمن الرحيم وعسى الله يحفظ سموه الأمير وسموه العهد معروف الشيخ نواف في تواضعه وحسن التعامل وإن شاء الله يحفظ الكويت من كل مكروه إن شاء الله يعني في مناسبة أيضا 25 و 26 فبراير نعم نتمنى أن تطلع لأمور أفضل بإن الله تعالى بمشاري والله يعني هني أنفسنا وهني الكويت بهذه الذكرى وشيخ نواف طول الله عمره يعني اختيار رائع جدا من حضرة صاحب السموه الصراحة والشعب الكويتي والله إن لما صدر الأمر باختياره والله إنه كانت فرحة كبيرة جدا صراحة والله يعني لما في القلوب وأتمنى اليوم بقول لقبل باتشر إن شاء الله إحنا نقول هذا الروح الكويتية الحلوة في تواضحها والله نموذج رائع للإنسان الكويتي قبل أن يكون أبن الأسرة صراحة يعني نتخذ لك الكويتين يعني خالب غض النظر نوع أهدنا وهذا عارسنا وأننا أبن الأسرة إحنا هذا نموذج الكويتي النبي صراحة صراحة ولك من الأسرة الحاكمة هذا النموذج اللي ترفع الراس الوطن كله صراحة 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 نعم بمشارك يعني أيضا ارتباطا بالذكرى اليوم كانت نهائي كأس ولي العهد مباراة ومباراة ما بين العربي والغادسية والحمد لله ما هذا التوقيت ترى مقصود أهى التوقيت مقصود إيه مقصود شيء جيد والله موفقين والله المفروض كل سنة نسونا شيء جيد وكان التنظيم رائع من قبل كويت لكرة الغدم اليوم يعني كان أكثر من رائع وبالنهاية توجد فوز الغادسية يعني الحمد لله لاستهلو أنا اليوم قررت في تويتر يوم يعني ممشاري يقول ليش فيك أحمد اليوم في تويتر هندت أهى مرحة اليوم في جاتنا ألف ألف مبروك وبنفس المناسبة اليوم اليوم الأول اللي دوام بدر المطوع في مجلس الأمة في حرس مجلس الأمة فعل الخير يعني حتى اليوم بدر كان مزاجة مثل ما يقولون عال العال أولا هو ملازم أول نجمتين نزين على أشتوفة سجل قولين على عدد نجومة اليوم ومزاجة وصنع الهدف الأول بعد بدر فكان اليوم بدر غير يعني شوف حتى نفسية اللاعب بذا نتكلم عن توفير ارتاح ارتاح اللاعب رج وضيح يقولون أحمد حتى الصورة اللي انتشرت يعني أثرت وايد وشجعت حتى الفريق وحتى بدر الصورة موجودة وضوال بدر موجودة خلنشوف التغير كوفوا عليك والله يا أحمد توجى القادسية بطلا لكأسي اسم ولي العهد للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه المستحق على قريمه التغليدي العربي بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة النهائية ونبعا سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء شيخ جابر لنبارك جاءت المباراة مثيرة وممتعة بشوطيها تلقت شباك العربي الهدف الأول برأسية من مساعد ندام مدافع القادسية وتمكن الأصفار من فرض اسلوبه أقلب فترات المباراة فأحرز هدفا مبكرا ثم ضعفه بهدف ثاني في الشوط الثاني عن طريق المتألق بدر المطوع الرد العربوي جاء متأخرا في الدقيقة السادسة وثمانين عن طريق المحترف الأردني أحمد هايل الذي قلص الفارق إلى هدف واحد لكن بدر المطوع حسم المباراة بتسجيله الهدف الثالث للقادسية في الوقت المحتسب بدل الضائع ليعلن بعدها الحكم نهاية اللقاء وإعلان القادسية بطلا لنهاء كأس ولي العهد بتقلبه على العربي بثلاثة أهداف لهدف رجعنا لكم مشاهدين الكرام شو هذا التغرير يعني نقول ألف ألف مبروك لنادر الغادسية وإن شاء الله مثل ما يقولون عن قبال الدوري إن شاء الله لا يزعون من الكويتاوية وعرضاوية بإذن الله تعالى يا رب إنه يتحقق لا إن شاء الله يتحقق بإذن الله تعالى يسأل عن غاب موايد يعني أبو علي شو تقول يعني أنا أولا بداية نهن القادساويين كلهم لاعبيين في دارة أبو علي إحنا ما عرفنا لك قادساوي إلا عرباوي أنا نايب عرباوي 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 يعني لكن يعني هو بالنهاية لو ما في القادسية لو ما في العربي بشجع القادسية آه حبيب لكن يعني مثل ما قلت نهن نادي القادسية جميعا بدون أي شسمة لاعبين إداريين كلهم يستهلون الحقيقة حتى نخوي أبو سعد اليوم قاعده هناك في الرياض وقاعد يتحرش فيني مبروك يا أبو سعد لكن هم أيضا طالما حن في مناسبة ولاية عهد الشيخ نوافل أحمد الصباح هم أنه الشيخ نوافل الأمان أنه هو الرئيس الفخري للنادي القادسية وأيضا صادفت أن صارت المناسبة بمناسبة ولاية عهده وأيضا في من المصادفات أن الشيخ نوافل عسى الله يحفظي واحد من عياله كان عرباوي واحد كان قدساوي الشيخ أحمد في العربي الشيخ فيصل في القادسية يعني هذه بالنهاية روح الكويت روح أهل الكويت وهذه شيء يعني إحنا صراحة دائما اللي نعتز فيها الأمور هذي ومبروكين يلقى تساوية وهردك العربي كلها واحد يا حمد خشاوي حمد خشاوي إن شاء الله برد لا حبيب ما نشوف له واتسبات بمحمد أنا شوفك التابع وأيام كاس الخليج كانت لك بعض الآراع المنتخب وغيره وهذا تشجعي نادي أنا كويتاوي كويتاوي أنت لعمنا إيه ماشين بالدوري إيه لهم إن شاء الله إن شاء الله نأخذ منهم إن شاء الله بإذن الله والله أنا أقول ألف مبروك حق نادي القادسية نعم ويعني للأسف أنت تشوفوا الآن القلعة الصفرة والقلعة الخرح صحيح وقالوا في فبراير رح يفتتحون الملعب يفترض عني أنه فاتحي الملعب لأنا أدري أن أكثر من دبل هالجمهور كان ودي حضرها المبارات نعم صحيح الحمد لله شفت الجمهور مليان عسى الله يوفق كل الأندي إن شاء الله والله إحنا تمنينا أنه يكون فعلا مثل المبارات هذه النهائية تمنينا أنه تكون في أستاذ جابر وأنه يكون الافتتاح في أستاذ جابر لكن لا حول ولا غوة وأيضا حتى عندنا أيضا منتخب أعتقد مباراته مع إيران أعتقد هنا في الكويت فنتمنى أيضا مثل البطولات وهمية هذه البطولات والناس تريد الحضور تروح للنادي ما تقدر تدخل لأن العدد فل بمشاري فأعتقد نتمنى نتمنى افتتاح أستاذ جابر الحديث عن أنه والله البرازيل وتم تأجيل البرازيل في الافتتاح يعني قالوا البرازيل وبدأتأجلوا حسب علمي تأجل وبيبون المتخب المصري يعني يعني بدال المتخب البرازيل يعني يعني النادي واقف في الحين سنوات صحيح استتاح فيه سنة 2010 لعبه مبارتين فيه وتم تعطيله مرة أخرى في فعالية في تاريخ 24-22 راح تكون يعني هي مجموعة من الشباب مهرجان الكويت إلى قينتس مجموعة من شاب الوطني في تحطيم رغم قينتس في مسألة حلم الكويت صورة سمو الأمير في مسألة النشيد الوطني وصور الشهداء يعني فأعتقد إن شاء الله أن هذا الفعال راح تكون يوم 24 ورح يتم التتاح نبي حضور إن شاء الله بإذن الله بمشاري والله أول شي نحني سمو الأهد على هالمخرجان الجميل يعني صراحة التفالية حلوة صراحة بمناسبة ذكرى تولي سمو الأهد وإيضا هو رئاسنا القادسية هم مبارك له اليوم صراحة بذر المطوع رد التحية بيحسن منها شفتوا شون والله صراحة يعني اليوم كان مزاجها على العملية فرحنا عودتها لمجلس العملية ومجلس الأمة ورد التحية بأفضل منها وهذا شي طيب ولكويت يعني نقول عرباوية ما قصرته فريقكم كان رائع جدا صراحة وما أخذ دقيقة كان يعني باحتمال يأخذ مبارات لكن هن نقول لكم فريقكم زيلا وإن شاء الله فرصة تعاوضنا بالدورة تأخذنهم الغاتسية والكويت نعم إن شاء الله ونهن الغاتسية ونهن شاب الكويتي في هالمخرجان ونتمنى إن شاء الله أنه يعني رياضة ترى متنفس حلو شاب الكويتي جماعة والله اليوم واليوم احتفالية والناس موجودة مستانسة ورحنا كثرة وهذه المجالات الشبابية خلال الناس تعبر عن طاقاتها يعني تقولوا الشاب داشوا بالسياسة عطوهم بدال لنرحم بالسياسة صحيح فاهتموا بالمراضي أنا راح أدخلكم بالسياسة خلن نبدأ اليوم مواصلات المقدمة من النائب حسير القلاف إلى دور العقادة المقبل أنا أمس بقاعد نسول فيني في البرنامج على أربع استجوابات نمتانب الليل على أربع استجوابات قاعدت الصبح بقدرة قادر ولا استجواب سبحان مغير الأحوال نشوف التغرير ونبدأ لكم قال رئيس الوزراء شيخ جابرل مبارك أشكر مجلس الأمة على القرار الصائب الذي اتخذه وعلينا أن نلتفت للبلد وهموم المواطنين والتفرق للبناء المشكلة ليست في الاستجوابات بل في توقيتها فقد تدخلنا هذه الاستجوابات في نفق مظلم في ظل أننا نحتاج إلى الإنجاز جاء ذلك نتيجة موافقة مجلس الأمة على تأجيل استجواب وزير الداخلية المقدم من النائب فيصل دويسان إلى دور الإنعقاد المقبل بموافقة 39 عضوا وعدم موافقة 29 وامتناع عضو واحد إضافة إلى موافقة المجلس على طلب تأجيل استجواب وزير المواصلات المقدم من النائب حسين القلاف إلى دور الإنعقاد المقبل بقالبية 37 صوتا ورفض 23 وامتناع 2 النائب فيصل دويسان قال أن الطلب الحكومي للتأجيل أسبوعين منطقي لكن تأجيله إلى الدور المقبل يدل على أن هناك شيئا مريبا يراد إخفاؤه من جانبه أوضح النائب حسين القلاف أنه قدم الاستجواب لوجود قضيتين لم يستطع تحملهما أمام الله شرعا أحدهما أرواح بشر والثانية أرزاق بشر مضيفا أنه إذا سكتنا عن القضية فمعنى ذلك أن أي كارثة جوية تحدث تكون في رقابنا جميعا وفي رد الوزير سالم اليدينة قال الأخ حسين القلاف لم يفاتحني في موضوع الأرواح وأرزاق البشر إلا من خلال الأسئلة ويشهد الله أنني لم أقصر في حق هذا البلد توقعنا أن تطلب الحكومة التأجيل لمدة أسبوعين ثم تكررها بأسبوعين آخرين وتتدرج حسب المادة 135 من اللائحة الداخلية لكن ما ذهبت إليه أبعد مما كنا نتوقع وبالتالي إذا كان هناك نوع من الاتفاق أو العرف بيننا وبين بعض الزملاء وبين الأطراف الحكومية بأن تؤجل الاستجواب إلى ما بعد أربعة شهور أو ستة أشهر فإنما ذهبت إليه الحكومة أكبر من الاتفاق وخالف حتى الاتفاق مع النواب تقدمت الحكومة بطلب تأجيل استجواب معالي وزير المواصلات ووزير الدولة الإشعونسكان تمت الموافقة على الطلب الحكومة لتأجيل الاستجواب لدور العقاد الغادم السبب الذي خل نواب الزملاء الذي مثلي وافقوا على الطلب الحكومة هو سبب بسيط بعدما تكلم الوزير وعرض رأيه في الاستجواب وما قام به من أمور إجرائية وإصلاحية لإصلاح متطلبات النائب الفاضل السيد حسين القلاغ وجدنا أن معالي الوزير قام بما يمكن القيام به في الفترة القصيرة وقد تعحد أمام المجلس بأن يقوم بإصلاح ما تبقى من أمور إجرائية واللي نبهها عليها مشكوراً النائب الفاضل حسين القلاغ سابقة خطيرة وسيئة نعم نتفق بأن توقيت الاستجواب غير غير ملائم أو ما في مواعمة سياسية وأيضاً نتفق بأن للوزير الحق في طلب التأجيل لكن أن نأتي وطبعاً نحن متفقون أيضاً في حق النائب في الاستجواب على الرغم من عدم قبولنا أو عدم موافقتنا على التوقيت وعدم موافقتنا على التأجيل أو على موافقتنا على التوقيت وموافقتنا على التأجيل إلا أن نؤكد من حق النائب أن يستجوب الواقع العملي هو أن الاستجواب لما ينجح يتجير حق المقدمة لما يفشل يعم على المجلس كله ومن هذا المنطق كان المفروض أن أي واحد يريد أن يقدم استجواب أن يستأنس برأي الآخرين والزملاء لأن الذي سيحكم على الاستجواب هو المجلس وليس من يقدمه وفي هذا الاستجواب أنا لم أتطرق لا لإسقاط فوائد أو إسقاط قروض إنما تطرقت إلى مسؤولية سياسية للبنك أو بنك المركزي أو وزير المالية تجاه البنوك المخالفة وطالبت بأن تتم تطبيق القانون ولم تطبق القانون ورأيت أن هنا تقام المسؤولية السياسية على الوزير الاستجواب الذي كان قبل الأخ وزير المواصلات كان استجواب مجهل والاستجواب الآخر يكفي أن في أحد محاورة لا يوجد دليل مادي ملموس يؤكد هذا الموضوع شفتوا هذا التقرير مشاهدين الكرام وهو يعني تأجيل استجواب معالي وزير الداخلية المقدم لنا فيصل دويسان واستجواب السيد حسين القلاف المقدم لوزير المواصلات وفيه يعني البعض يتحدث عن دور المجلس أن والله المجلس يجب أن يكون دوره أكبر يعني هذا استجواب حق النائب لماذا هذا التأجيل لدور الإنعقاد البعض قال أن هذا من باب التعاون حتى أن يتم الإنجاز وإعطاء الحكومة فرصة أكبر هناك الكثير من التساؤلات اليوم يعني ما شاء الله أول بول بمحمد أخونا رياض العدساني قال تصريح قال المجلس هو من طلب تأجيل الاستجوابات علما أن الوزير لم يحضر ولا حتى طلب تأجيله فعلا الحكومة تقود المجلس لماذا قلت هذا التصريح يا أبو محمد والله أنا ترى من زمان قايل إذا الحكومة انفردت بتشريع قانون الانتخابات سوف تقود المجلس وهذا اللي حصل نحن خلنا أخذها واحدة واحدة مادة 100 من الدستور يستطيع النائب يقدم الاستجواب من فرد وبحد أقصى هي ثلث نواب ويدرج بعد ثمنة أيام أنه يناقش رسمي يناقش اللي حصلهم استندوا على اللائحة الداخلية 135 لحق الوزير يأجل اسبوعين ولكن بتصويت المجلس ممكن يأجرون أكثر من ذلك لكن أين وزير الداخلية وزير الداخلية ما حضر برا الكويت وهل يعقل يعني المجلس وهو نفسه يمثل الحكومة دائما يقولك وين حكومة الظل ظهر مجلسه وهو حكومة الظل وهو بنفسه أجل السجواب من غير للوزير يطلب ولا ردا عن النواب على الأقل احتراما حق الأخ المستجوب يقول راية وين الوزير دائما كان يقارنونا في المجلس الحالي مع المجلس المبطل قالوا كالسجواب الدكتور عبيد الوسمي أيضا أجل هذا وضع مختلف تماما ما دخلنا في تصويت الأغلبية صحيح اتفقوا مع الدكتور عبيد أنه يسحب السجواب فالاتفاق بينهم صار أي يعني هذا أمر مختلف ولكن أدخل تصويت وأجل السجواب سيد القلاف الوزير المواصلات نعم والسجواب فيصل دويسان ضد رغبتهم ضد رغبة المستجوبين ترى ضد رغبة المستجوبين فهذا أمر ما حصل الصراحة من قبل حتى كان سيد حسين زعلان اليوم يعني في تصريح وصارت مشادة ما بينه وبين خلف يعني أنت الآن تصف من ما حدث في جلسة اليوم أن الحكومة أهيئة من تقود المجلس وأن المجلس لا حوله ولا قوة أنا بعطي مثال في مجلس 2009 حصلت حادثة من قبل ولكن كان أمر مستنكر لما قالوا والله المجلس هذا لا مخالب ومجلس هذا سوف يراقب ويشرع نحن نقول يمكن يشرع ولكن يراقب السثنية هذه مرح يراقب المجلس الحالي مجرد ما أعلن الاستجواب الاستجواب عبارة عن سؤال مقلط فالوزير خلي يصعد ويفند الأمور أنا شنو الاستقرات منه الحين المجلس أجل الاستجواب يعني أنتو ما تبون طرح ثقة نعم يا أخي خلي يصعد الوزير ويفند محاور الاستجواب لا تطرحون ثقة فيه ليش يتأجنونه شي الهدف منه صحيح فالمجلس أنا أقول لك جدا ضعيف ومرة من المرات وصفتها كأنه مجلس شورة إنه مجرد لك نفس الهيدبارك فترة خمس دقايق تقول اللي عندك وكان الله غفون الرحيم وتتوكع الله غير هالشي ما عندك وهذا ما حصل اليوم دليل ليش ما اعتبرت هذا أبو محمد إنه من باب التعاون وإنه اليوم البلد وضع على هذا المجلس مرحلة إنجاز يعني البعض أهم حتى في ندواتهم الانتخابية وفي البرامج وغيرها قالوا إحنا نبحث عن الإنجاز ما نبي نبحث عن استجواب ما نبي نبحث عن الناطور نبحث عن العنب فيقول الهدف إنه نعطي الحكومة فرصة حتى يكون هناك إنجاز والناس اليوم محتاجة منه كمجلس حالي إنجاز ليش ما أخذتها من يعني بهذا الجانب يعني على قراتهم بالجانب الإيجابي ترى الحكومة دائما تقول إن المجلس هو من يعطل عجلة التنمية من الأمور هذه خلنا أخذها وحدة وحدة قالوا معارضة اليوم غير عن معارضة الأمس عجلة التطوير واقفة ربع قرن خمش عشرين سنة خلنا أخذ معارضة السابق يعني سنة 92 أيضا ما صار فيه إنجاز ليه عندك اليوم تقريبا واحد عشرين سنة ما شفنا إلا إعادة افتتاح برج التحرير والساد جابر المعطل غير هالإنجازين ما فيه هذا صحيح النقطة اللي هم من هذا كله تم إبطال المجلس في عشرين ستة الفين واثنة عشر حتى تاريخ اليوم قالوا الحكومة في قارات شعبية وامور تنموية وينها ماكو شي نروح الناحية الأخرى المجلس إذا كان فعلا بس محمد يعني في هذا الجانب أنت وحتى كمجلس مبطل شكلتوا قلتوا إحنا يعني من فبراير ليه شهر ستة ما أخذنا الفرصة أهم حتى ما صالهم ثلاث تشهر يعني أيضا يعني الانجازات ما يصير أيضا تطبخ بشكل سريع أقل من ثلاث تشهر لا شوف الذق بالله أنا ما قلته وقلت الأربع تشهر بالنسبة لي كافية ولا ألتمس العذر حق نفسي ها خوش كلام والمشاريع اللي قدمناها اللي هي طبعا القوانين قانون كسر الاحتكار قانون جامعة جابر بالإضافة إلى البحثات الدراسية وله مشاريع الصغيرة والمتوسطة نروح المجلس الحالي بس يقول ابن محمد هذا المشاريع كانت جاهزة في المجالس السار وطلعتها من الأدراج وصوتتها لا كانت جاهزة قانون منغصات وعدلنا فيه والمداولة الأولى طبعا أقرنا يبقى المداولة الثانية وتم أبطالح أيضا كان على جدول الأعمال هو كشف الذمة المالية ومحاربة الفساد وتعارض المصالح مجمنا في هيئة النزاهة كان مدرج في تاريخ 19-6 هرد على المجلس الحالي شي القوانين اللي يقارها قالوا والله تسكيل الطرق خمس ساعة سنة يحبس خمس ساعة سنة سجن ما حد يقبل اليوم في تسكيل الطرق ولكن هل يتناسب مع العقوبة؟ دائما تقول الجريمة يجب أن تتناسب مع العقوبة نعم واحد سكر طريق سجنة خمس ساعة سنة قانون الغمز واللمس أنا لا يمكن أدخل في النواية نعم ولا أحد يقبل هذا الوضع رحنا ناخشك فيها هل رقع قارن وين التنمية؟ رح نرجع على المغارنة وين التنمية؟ الآن على موضوع الاستجوابات أنت اليوم من خلال تصريحك يعني فعلا أن هذا المجلس أنت شبهت بمجلس شورى المجلس الحالي وهو مجلس شورى حالة من حال مجلس البلدي تعليقك يعني أنا حتى ما عنده مخالب غانون خمسة بينه وخمسة بغيدة على قولة الأخ الفاضل فيصل دويساني حتى ما يدلدغ لا يعني أنا في البداية مثل ما قلت يعني شغلة محيرة جدا لشن أنا اتفق في وجهة نظر أخويني رياض العدساني في قضية استجواب وزير الداخلية لعل استجواب وزير الداخلية الوزير غير موجود وغير متواجد ولم يحضر المجلس كان المفروض أنه فعلا يأخذ فيه قرار غير قرار التأجيل لشن الآن كأنه فيه صارف نزع لحق النائب اللي قدم الاستجواب أرغم أنفه وكأنه قلنا له غصبا عليك هذا الاستجواب نبين أجله ترى التغييد لحق النائب طبعا 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 يعني هذا التقييد لحق النائب وشي يعني يمكن ظاهرة أنا أقول ما هي طبيعية أنا ما أتمنى أنه هذه يصير الظاهرة هذه داخل مجلس قبة عبدالله سالم نعم هذه الشغلة الشغلة استجواب النائب الفاضل حسين القلاف ضد وزير المواصلات طبعا هو سوى وعليه تصويت لكن هذا التصويت أم يبقى بالنسبة لي أنا يعني شون يعني إذا أنت ياي عندك نية أنك أنت تبي تأجل الاستجواب يعني هل دغلباز شمالك تطلع لي والله 37 مع تأجيل و27 ضد التأجيل يعني وعلي تعرف ايش تمنينا ايش تعرف ايش تمنينا تمنينا إذا عندكم وجهة نظر في غضية الإنجاز والتعاون مع الحكومة تعال وقعد مع السيد حسين القلاف وقول له أسحب استجواب لكنك تصوت على الاستجاب أحمد 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 أسمحي شوية الحين ياي بقولي الشغلة المهمة الآن هل صار في اتفاق ما بين المجلس وما بين الحكومة في قضايا إذا لازم على العضاء يكشفون لنا ويكونون شفافين شو اللي صار الآن دوركم أنا متأكد أنه صار في اتفاق هل اتفاق هذا شنوش عليه مو معقولة أنا إيه قط أوراق على الطاولة والله لو وين ما تكون وطرف الآخر قط أوراق على الطاولة وبالتالي نتفق على شغلي وإحنا طابخينها من قبل وبالتالي تيني والله يعني مع احترام متقديري حق العضو يزعل والعضو والله يرج عليه لا لا هذا الحد شي لا يدور علينا نعم نبي نعرف بالضبط شلي صار في المجلس شنو اللي خلاكم لأن اليوم في كلام يقول أنكم أنتوا فعلا مجلس شوري واللي قال يدكم عين حمري واللي قال كلام كثير قاعد بس أنت ما جاوبت يا أبو علي هل صحيح تنطبق على المجلس الحالي أنه مجلس شوري وأنه المجلس قاعد أقول قد هذا الكلام الآن متداول أبي رأيك أنت رأيي أنا إذا ما يتكلمون المجلس شوري مجلس شوري ما لم يطلع يطلعون فعلا ويقولون بالضبط شلي صار ممشاري لأن هذا من حقي بس بخوي أحمد صباح إحنا من حقنا كمواطنين اللي أعطيناك من صوت نعرف شلي صار في اتفاق لنا خير خلنقول والله في خير ما يمنع خلي تأجل إذا في اتفاق بمصالحكم الخاصة لا والله مصالحكم الخاصة مو على مصالحنا حننا كمواطني ممشاري طب أنا اليوم يعني نكشف المستور الكلام الكلام المستور الناس اللي كانت تقول اللي قاطعة تقول مجلس مننا ما أنا مفايدة الآن حتى اللي انتخبوا اليوم محمد مصدومين اللي كانت دفع عن مجلس دفع عن صوت الواحد اليوم اليوم مصدومين اشوفوا هذا النتاج للصوت الواحد اللي احنا غلطنا لما صوتنا يحنقولون اليوم انت امام اختبار ثقة الناس فيكم واللي صوتوا لكم يعني الكلام اللي قال أبو علي تهوى تأثث فيه صراحة يعني هذا واحد انتخب اليوم مصدوم أنا ما انتخب لا لا مو قضي صوت الواحد لكن الناس راحت وحطت ثقة أنه هناك سيأتي بديل وسيأتي مجلس الأمة بمشاري بعيد عن موضوع الصوت الواحد تقييمك اللي ما حدث اليوم اللي ما حدث أن الحكومة تغودة أن هناك أنا اللي اعطيته صوترة ما كان ضد تأجيل استجوابات اليوم بيّن أن هناك قناة اتفاق أكبر من مجلس صحيح وهذه أمستش تحركت وظاهر ما عديش خر بالليلش بالاجتماع أمستش خرعوهم فيه يقولهم إياه وعليه يطلب الكشف عن الناس الشي اللي صار فيهم قبل يومين ما شاء الله ما بيقول صاني طويلة لكن كان كلامته صريحات ثقيلة وهي أن اليوم مثل ما قال إحمد قام مسكين الصفل لقى كل حاجة تبخرت على قولة دعاية برندة تبخرت كل حاجة تبخرين محيّة الآن السؤال نقطة الأولى على وزير الدفاع نابرس وزراء نابرس وزراء قيل أن زيارته ليست زعلان ولاست استقالة والاحتجاج إنه ما زيارة عائلية اللي هو وزير الداخلية الزيارة عائلية ما تسمح أن الواحد يقطع جازت ويح حضر المجلس إذا كانت زيارة عائلية إذا كانت لا لا إجراف حوصات إجراف حوصات إجراف حوصات إجراف طبية إجراف طبية أعطان فطبية إذا أخير أنا رجع بالسلامة أنا رجع بالسلامة وكنت تثماني يقول داخل المجلس صار يالقعت حالك وحتى اليوم مشاريع بس للتوضيح حتى اليوم وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رولا دشتي قالت إن شيخ أحمد الحمود نائب رئيس مجلس الوزراء ذهب إلى لندن لأنه إنسان مريض ويجري ألاجه وإجراء الفحوصات ترجع للسلام إن شاء الله بس للتنوي أنا بقول إن شاء الله أنا أقول حقا إخواننا بعضهم يسموا ليش أجلتوا لدور نحن قادلي هاي 6 شر لا المجلس الهاي مرة واحدة يونس تنزل المجلس الهاي سأفهم شاء لش ما اعتبرت من باب التعاو ليش ما اعتبرت من باب التعاو لأن الكلام اللي يعني سمعنا جعجعه لا خلي قلولنا شو باب التعاو وغيرنا شو طحن على قوة المزنوعة ما شو نطحن لا لا ببشاري خلي قلول للأعضاء شنو التعاون اللي صار والحين الحين ياه اختبار ياه يعني تأييد تأييد كلام رياض العدساني إن الحكومة تقود المجلس وإن مجلس الحالي أهو مجلس الشورى ما تقود الحكومة لأنه مسم المخباطة تقود اللي برا المخباطة أخي المخباط ما تقود أنت بعد حتى مخباطك خالص اللي برا تقود أنت خلونا نشوف المشاهد الكرام شكل سريع التعليق أيضا عن تصريح رئيس مجلس الوزراء بإصدار أوامره بالتوقف عن تصريح العسكرية الخليجيين والبدون من الخدمة لابد أن نشكر يعني سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أبو صباح على هذه البادرة الأبوية يعني بعدم تصريحهم والتمديد لهم وأيضا لابد أن نشكر لأخواننا في لجنة الداخلية والدفاع أخونا عسكر العنزي وأيضا لأخوان الآخرين خالد الشليمي ومجموعة من النواب اللي سعوا في الخير في هذه المسألة لأن وراها أسر وعاوائل وارتباطات والناس هذه لقدموا أيضا الكثير لهذا الوطن نشوف التغرير ونرجع لكم على خلفية غضية تسريح العسكرين الخليجيين وغير محددي الجنسية قال سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مدلس الوزراء أنه لم يعد هناك داعي من مناقشة مدلس الأمة رسالة رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي التي يطلب فيها موافقة المجلس على أن تقوم اللجنة ببحث الأسباب التي أدت إلى تسريح العسكريين الخليجيين وغير محددي الجنسية من الخدمة بوزارة الدفاع بعد أن أصدر سموه وأوامره بالتوقف عن تسريح هؤلاء العسكريين من الخدمة وأضاف سمو الشيخ جابر المبارك خلال رده على ملاحظات عدد من النواب حول الرسالة المذكورة خلال مناقشة مدلس الأمة لعدد من الرسائل اليوم ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة لمدلس الأمة قال لا يوجد داعي لمناقشة هذه الرسالة الآن وإذا أراد الأخوان أن يتكلموا في هذا الموضوع فهذا معناه التشعب في هذا الشأن وأكد سموه أن الجيش الكويتي قادر على الدفاع عن دولة الكويت ولنقبل أن يدافع عنا أحد إلا بالمؤازرة والمساعدة رجعنا لكم مشاهدين الكرام وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة وشفتوا هذا التصريح رئيس مجلس الوزراء بإصدار أوامر بالتوقف عن تسريح العسكريين الخليجيين والبدوم الخدمة وهذا الخبر إن شاء الله أكيد يعني 100% إن شاء الله تم توقيفهم وهذه بادرة طيبة من سموه رئيس مجلس الوزراء ويجب الإشادة في سموه رئيس مجلس الوزراء والأخ قالدي الشليمي والإخوان الثانيين وإزاكم الله الخير طالما الآن بدأت المبادرة وطلعت هذا يعتبر كقرار لما يكون مثلا سموه شيخ جامل مبارك يصرح في الأمور معناته هو قرار وإن شاء الله يعني إزاكم الله الخير أنا أقول بالعكس قرار حكيم ويبقى أيضا الالتفات إلى المسرحين من قبل القطاع الخاص وأيضا عندنا البطارة 19 ألف عاطل يجب الالتفات عليهم وأظل أن أقول لك قرار حكيم وإن شاء الله أبو مشاري بشكل سريع عشان عندنا التغرير الخير نشكر سموه رئيس وزراء والنواب على أيدكم وإتمنى أن تكون هناك رؤية واضحة في هذا الملف من الأسكريين الخليجيين حتى الكل يحسب حسابه سواء أم أسر وإتمنى أن نتعزز دائما طاقات جيشنا وقوات المسلحة لأن هذا درع الوطن ولازم ما نتوانى على أن نعزب الطاقات الوطنية بجانب الخبرات الموجودة في الجيش من أخوان الخليجيين يعني فيه أخواننا في الواتساب يعني ما شاء الله شقالين يعني فيه أسئلة كثيرة لأبو محمد يعني بلشه إن شاء الله راح إن شاء الله نوجهه له يعني فيه مسئلة المعارضة حتى فيه أحد أخوان يقول اللي صار اليوم عيني العقل واحمد أنت يا يب واحد من المعارضة حتى لو هذا المجلس حل كل المشاكل ما راح يعجبهم ونحن الآن نريد الاستعجال بالاستجواضات راح ترد عليه أبو معمد بعدين نشوف هذا التقرير أيضا اليوم أيضا هذه بشرة للمعلمين والمعلمات وأعتقد يعني إحنا دايما عندنا الغضاء العادل والغضاء العادل دائما ينصف الناس في الكثير من الغضايا ومثل ما تفضل بمشاري من ساعي حكم غنات اليوم يعني بعادة مزاولة عملها كغناة وهذا نتمنى إن شاء الله دائما أن كل الغنوات الفضائية اليوم ما نشوف يوم الأيام أن أي غناء يتم تسكيرها أو إغلاقها وبالنهاية ملاذنا الأخير وهذا ما نؤكد عليه وهو غضائنا نختلف للتفق يجب أن يكون هناك فيصل في اختلافاتنا والغضاء والحمد لله عندنا غضاء نزيل في الكويت أنا أعقب على هالجزئية هذه اللي هي؟ بالنسبة حق القضاء بالنسبة حق القضاء إن شاء الله مناثنا الوحيد القضاء من بعد رب العالمين نعم أكيد دائما نقول القضاء اليوم لا يمس نعم شو اللي حصل إذا الأخ يعني كسب القضية قاله والله القضاء نزيل إذا ما كسب القضية قاله كلام ثاني ما يجوز صحي هالكلام ما يجوز يفترض أن القضاء لا يمس بتاتب لأنه ملاذ الناس بالنهاية الأخير هذه الجزئية اللي بوصلها نعم وإحنا رح نتكلم عن هذا الموضوع أيضا في المواغف السياسية مرة إشادة في الغضاء ومرة التقلب على الغضاء هناك حكم محكمة دستورية إذا طلع شون رح يكون التوجه وشون الناس رح تغبل وإنت يا رياض العدساني هل تقبل مثلا أيضا في حكم المحكمة الدستورية هذا رح نتكلم فيه بكل تفصيل إن شاء الله فحكم المحكمة الإدارية القاء قرار وزير التربية دكتور نايف الحجرف بشأن حضر تواجد المعلمين مع أبناهم الطلبة بذات المدرسة واعترض هذا حكم من المحكمة الدارية مبارك للمعلمين والمعلمات بهذا الحكم نشوف التقرير الأخير في بداية حلقتنا ومن ثم نعود إن شاء الله للتفصيل لنشوف هذا التقرير ونرجع لكم موسيقى بحكم هو الأول من نوعه بالمحاكم الكويتية ألقت المحكمة الإدارية اليوم قرار وزير التربية دكتور نايف الحجرف بشأن حضر تواجد المعلمين مع أبنائهم الطلبة بذات المدرسة يذكر أن قرار وزير التربية نايف الحجرف الذي أصدره قبل قرابة الستة أشهر كان قد أثار ضجة كبيرة بين أولياء الأمور حيث قضى القرار بعزل طلبة أبناء العاملين بمدارس التعليم العام من هيئات إشرافية وتعليمية وإدارية عن نفس المدرسة مع أولياء أمورهم مع استثناء أولياء أمور الطلبة المعاقين بالإعاقات الشديدة والمتوسطة وقد طبق القرار بالفعل مع بداية العام الدراسي الحالي الجديد بالذكر أن المادة الثالثة عشر من الدستور نصت على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه مما يدل على أن صدور هذا القرار الإداري يؤثر سلبا على المعلم والطالب بنفس الوقت من توافر بيئة تعليمية مناسبة وصالحة لتطوير المعلم والطالب بنفس الوقت نبارك للمعلمين والمعلمات بهذا الحكم حكم المحكمة الإدارية وإنصاف المحكمة لهم بشأن القرار اللي اتخذه معالي وزير التربية الدكتور نايف الحجرة بحضر تواجد المعلمين مع ابناهم الطلبة بذات المدرسة وعلي شو تقول بشكل سريع؟ يعني مثل ما قلت أخي أحمد نحن على السرع يعني نبارك للجميع للإخوة الطلبة والمدرسين وأيضا ابناهم الطلبة ولكن يعني غير ممكن أن يكون مثلا اليوم واحد وهو يا ولدي من نفس المدرسة تقول له وله رح ود ولدك مكان فان وتعال الآن كل من يسيء ممكن أنت تحاسبه وتعاقبه ولكن أنك تضع أنت العقاب قبل لا يصير القضية هذا أعتقد ما كان صحيح صحيح وفيها نوع من تشكيك في أمانة المعلم تغديرنا طبعا لقرار الوزير يعني معالي الوزير ولكن لعلهما في ناس من خنقول مسؤولين عطوها القرار أو هالفكرة هذه ولكن ما كان قرار صائب إنه مو معقول تحط العقاب على الجميع قبل لا يكون في حدث يكون صحيح أبو محمد أنا بارك حق المعلمين ومعلمات والأخوة الطالبات والطلبة طبعا مو معقول أنه يكون مدرس ولده يأخذه في مدرسة ثانية وهو يداوم في مدرسة أخرى يفترض أنه في نفس المدرسة ونحسن النية صحيح إذا كان هناك خطأ مفروض أنه يحاسب المعلم صحيح كما حط العقوبة قبل أن تكون فيها العقوبة أساساً أو تكون فيها خلل لذلك نقول بالعكس إنه كان قرار صائب من المحكمة إنه أبطال القرار الوزير يعني نعم أبو مشاري والله نقول أنا هني الكويت أنا مفخرة صراحة أنه كموظف يرفع قضية على الوزير ويكسب قضية على الوزير في قضية مثل هذه لها بعد اجتماعي أعتقد هذا يعني صورة مشرقة لهذا الوطن بأنه فيه ضمانات لأخذ الحقوق والأبداء الآرائع في القضية هذه وفيه جهة تفصل بين الجميع واعتقد أن الوزير الحجرف هو أفضل إنسان بمستوى التعليم والراقي نعم 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 وأن الأبعاد أسرية والكرة الآن في ملعب المعليم المعليمات يثبتون أن هذا التأييد في محلة وأن النزاهة والموضوعية في التقييم لا تمس وجود الأبناء في المنطقة بارك الله فيك يا أبو مشاري مشاري الكرام رح نبدأ أيضا الآن يعني إن شاء الله بعد هذا الفاصل رح نبدأ حديثنا مع ضيفنا وفغرتنا الرئيسية ورح نتكلم بكل سراحة في الكثير من الغضايا مع ضيفنا وضيفكم عضو مجلس الأمة المبطل رياض العدساني فاصلك صير ونرجع لكم جعنا لكم مشاهدين الكرام وما زلنا معاكم على الهواها مباشرة وضيفنا في هذه الحلقة عضو مجلس الأمة المبطل 2012 فبراير 2012 رياض العدساني حياك الله أبو محمد وياهلا مرحبا فيه مرة أخرى ونحن رح نبدأ حديثنا بس قبل أن نبدأ يعني واحد يقول لي أخوي أحمد شونك أخوك فايز بطلال أنت تعرفني أنا حكومي بحت يعني أنا مع الحكومة غلبا وغالبا بس لياض العدساني أفضل عضو معارض ولو أنا عنده كان عطيته يعني صوتي وأنا أحترمها الشخص الله سمع إيه فايز بطلال هذا من طرش المسج إيه إيه شكر منه إيزاه الله الخير خلنا نرجع إلى مضوع يعني حلقتنا وبداية حلقتنا بمحمد الحديث عن ما حدث في مسألة الصوت الواحد والحديث عن الصوت الواحد البعض قال أنه وين المشكلة في الصوت الواحد هل هي المشكلة مشكلة قانونية أم مشكلة سياسية أنت وين تشوفها المشكلة طبعا هو مو مشكلة بالصوت الواحد احنا تمسكنا في المادة 79 من الدستور لا يصدر قانون إلا من خلال مجلس الأمة ويصدق عليه سمو الأمير نعم احنا نقول أين الضرورة في الموضوع صح سمو الأمير هو من يقدر الضرورة ولكن احنا لجأنا لمحكمة دستورية نعم البعض شو يقول يقول هل أنتم مشكلتكم الصوت الواحد احنا ما عندنا مشكلة لو تم إغرار الصوت الواحد من خلال مجلس الأمة يعني نفس قانون خمس دوائر وأربع صوات أتت الحكومة بالمشروع والمجلس صادق عليه والمحكمة الدستورية حصنت القانون فمن باب أولا أن تقر خمس دوائر وأربع صواتهم وثم يصير تعديل الانتخابات اللي حصل يعني يقول كل دول العالم صوت واحد أمر مختلف تماما كل دول العالم الصوت حق واحد ينجح واحد أو الصوت حق قوائم نسبيا وقانون نظام الحزاب ولكن بالكويت ما في نظام في العالم طلع اللي يصوت حق واحد ونجحون عشرة صحي ما تصير أنا قابل كنت ناخب أصوت حق أربعة وينفرضون علي ستة في دائرتي لأنه إجماليين عشرة ينجحون اليوم أنا أصوت حق واحد وتسعة ما صوت لهم ينفرضون علي فمن كم من إجمالي النواب أنت تصوت لهم ترى 2% سبحاني ناخد نقطة نقطة في قضية أن أنت حدث أن المشرح فقط في مجلس الأمم لكن في قانونيين وأيضا قالوا أن حكم المحكمة الدستورية الأخير في مسألة الحكومة التي تقدمت فيه في مسألة التفسير للدوائر والطعم في المادة الأولى والمادة الثانية قالت أن المشرح ويعني فسر الخبراء الدستوريين المشرح أنه ويا مجلس الأمة في حال انعقاده وفي حال عدم انعقاد مجلس الأمة المشرح هو سمو الأمير من خلال مراسيم الضرورة فقالوا أن هذا حق قانوني لسمو الأمير من خلال مراسيم الضرورة هذا أنا الذي كانت فيه في مرافعتي في المحكمة الدستورية قالوا المشرح المشرح يبقى اثنين يأما المشرح أنه عضو مجلس الأمة أو الحكومة لأنه تعتبر أيضا عضو في البرلمان أو سمو الأمير في حالة وجود الضرورة أنا خلنا أخذها وحدة وحدة تم حل مجلس 2009 بعد ما عاد من المحكمة الدستورية 2017-2012 والحكومة أعلنت رسمي برفع قانون الانتخابات الصوت الواحد في 2010-2012 شو اللي حصل خلال الثلاثة عشر يوم أمر طار لا يحتمل التأخير شو اللي حصل لازم يكون كارثة حارب أمر طار لا يحتمل التأخير بسمو محمد شقاله وشقاله خلال الثلاثة عشر يوم قالوا أنه وجهة نظر السمو الأمير عسى الله يحفظه ويرعاه أنه أصبح هناك تناحر في المجتمع لا يوجد استغرار في البلد كل يوم منحل مجلس الأمة بسبب عدل الأصوات الطائفية أصبحت موجودة وتنخر في جسم المجتمع فرأى سمو الأمير بالنهاية هو من يقدر الضرورة ليس أحمد الفضلي ولا رياض العدساني ولا أبو علي ولا أبو مشاري من يقدر هو سمو الأمير فرأى من هذا الباب في مسألة الضرورة صح نس ما تفضلت فيه بس مادة واحدة 70 بالدستور واضحة أن أمر طارع لا يحتمل التأخير بين أدوار للعقاد أو أثناء الحل تدابير لا تحتمل التأخير إذا كان كل مرة ينحل المجلس فما أصبح في خلال فترة 7 عشر ليس 13 عشر نعم بإحنا احتكمنا بكلام سمو الأمير عسى الله حفظ نعم سمو الأمير ذكر أنه الرجوع للحق فضيلة و ذهبوا للمحكمة الدستورية وإحنا لجأنا للمحكمة الدستورية و رح نأخذ يعني بقرارها لا بد إذا تم تحصين القانون الصوت الواحد أنا بأخذ عليه و إذا ما تم التحصين فرجعت الأمور إلى وضعها طبيعي خمزة وروا أربع صوت أنا يعني أنا احترم هذا الرأي منك بو محمد لأنه فعلا رأي يعني من خلال الدستور و من خلال القانون أنت الآن تؤكد أن رياض العدساني في حال أن المحكمة الدستورية حصنت الصوت الواحد و قالت أنه دستوري و إذا كان هناك انتخابات قادمة ستخوض الانتخابات من خلال الصوت الواحد إذا الله سهل إن شاء الله نعم يعني لابد أنت اليوم أنت اللي جاءت للمحكمة أنا أستغرب من أي شخص يقدم طعن في المحكمة يقول يا أما المحكمة تحكم لصالحي أو أنا ما رح أوافق شعق يقدم طعن ما لا داعي منها تقدم طعن صحيح أنت المتقدم طعن ما الهدف أنه تبطل الصوت الواحد و ترجع الأمور كما كانت بالسابق خمزة وروا أربع صوت نعم إذا ما صر هذا الشي يجب أن تقبل بحكم المحكمة ولا لا تقدم طعن صحيح هذا الفرق بين ثنتين بس تقول في نظري خاص أن أشوفه هل في أمر طار نعم ما شفنا خلال ثلاثة أشهر لجأنا للمحكمة كلامك الجميل بمحمد أنه في هناك فيصل بمن يقول هذا الرأي وهذا الرأي هي المحكمة الدستورية وستؤمن بحكم المحكمة الدستورية وعلي عنك تعليق على النقطة نعم اسمح لي بس أكو شغلة جدا مهمة لازم نوضحها نعم المادة 71 من الدستور لم ولم تكون أي مفردة فيها كلمة ضرورة نهائية زين في تخاذ تدابير لا يحتمل التأخير لشن قانون الانتخابات كان موجود في المجلس الآن لا يحتمل التأخير وهذا لا يعني أكو فرق هنا أكو فرق أنا أقول اليوم مثلا في حكم أفتكري دماني غلطان المادة 69 أو 68 هذه المادة الوحيدة فقط في كل الدستور ذكرت فيها كلمة الضرورة ويقول لك حكم يصدر حكم المادة 68 لأن لا سمح الله على سبيل المثال لو صارت الآن كارثة الآن في ضرورة الآن ما تقولي بعشارة في ضرورة أنزين لكن صاحب سمو الأمير عصر الله يحفظي يقول لك هذا الأمر لا يحتمل التأخير لأن قانون الانتخابات كان موجود في أدراج مجلس الأمة من عام 2002 بصوت واحد سمحني شوية الآن صوت واحد عشرين صوت مو القضية شديد تعديل قانون الانتخابات كان موجود مم زين قانون مكافحة الفساد كان موجود من 2002 نعم قانون كشف الدم المالية من 2002 2002 احنا اليوم وصلنا 2013 في تأخير ولا ما في تأخير من المجلس 2009 جاوبني في تأخير ولا ما في تأخير تحمل الآن يتحمل هذا الكلام الآن مو يتحمل الآن في تأخير ولا ما في تأخير على المجالس كلها مو على المنسلة خيرة نعم ونحن نحن نجادل في تأخير لا ما في تأخير ليش ما في تأخير أنا أقولك ما في تأخير أنتوا أنتوا مع احترامي لكم يا الأعضاء حطيتوا هذه المواد ليس من الأولويات وكان هناك مفترض من يكون من الأولويات لا ترى مو صحيح والله اللي قاعد يثار في الإعلام مو صحيح خلني بس أوضع الصورة أول شيء خلني بقول بالنسبة حق قانون الانتخابات ما دوا عصابي إذا حدثه أول كلمة شنو الشي الحدث اللي حصل أنه يجب أنه يقرق قانون الانتخابات بالإضافة إلى سمو رئيس الوزراء شي اللي ذكر قبل كم يوم أنه قانون الخمزة وارو والأربع صوات غير مفهوم عالميا أنزين في خلال مجلسنا الأربع تشر لم تتقدم الحكومة في تعديل قانون الانتخابات النواب تقدمه في ست قوانين وقانون صوت الواحد ما تقدمت فيه الحكومة كانت الحكومة تمسكة في قانون اللي تقدمت فيه له خمس دوار وأربع صوات هذه نقطة النقطة الثانية بالنسبة حق قانون مكافحة الفساد هذا أي سوء 2006 هذا لا لا 2012 مجلسنا مجلسكم كم اللي صار الحكومة لم تتقدم في أي مشروع لتعديل قانون الانتخابات المجلس تقدم في ست قوانين وموجود فيه لجنة الداخلية بالإضافة إلى قانون كشف الذنب المالية مكافحة الفساد تعارض المصالح حماية المبلغ هذا تقريبا القانون أكثر من 100 صفحة نعم قمنا نصيغه ونعدله وقدمناه طبعا شهر ثلاثة وكان في اللجنة التشريعية ورفعناه بتاريخ 15-16 على جده وكان المفروض يدرج في جلسة 19-16 ولكن سمو الأمير استناده للمادة 20-16 بالدستور أجل جميع الجلسات 30 يوم فأصبح ما فيه جلسات ويوم 20 أبطل المجلس أبو علي أنت رأيك أنه تقول أنه ما تأخذ سمو الأمير من خلال من حق الدستوري من حق الدستوري لأنه كان في هناك مطر أنه أصدار مراسيم ضرورة هذه بوجة نظرك بلخ نقول لك الأخ رياض العدساني يرى غير ذلك رياض العدساني قال كلام حلو كلام جميل قال من اللي يفصل بيني وبينك يا أبو علي المحكمة وهذا كلام سمو الأمير عسى الله يحفظه ممتاز قال المحكمة الدستورية وأنا يعني كنت في فبراير 2012 أنا سأمتثل إلى حكم المحكمة أعتقد كلام منطقي وغانوني ومية في الأمية وحنا نلتزم في هذا الأمر نعم إحنا هم نلتزم في هذا الأمر بس خناشوف تعليق بمشاري بس لحظة هم في شغلة ثانية في النصر بالضبط لو تلاحظ أنت يعني الآن ليش إحنا خلافنا على بس مرسوم قانون الصوت الواحد قانون خسخصة الكويتية من عام ترى مشروع خسخصة الكويتية من عام 1993 ما نتروح في المجلس قانون الرياضة من متى هذه القوانين الآن صارت لا تحت من التأخير لأنك أنت ياي على قضايا الخسخصة ياي على قضية تطوير الرياضة أنت ما تلوم الأعضاء هذا قضية أنا ما تلوم الحكومة أنا قلت أنا ما تلوم الأعضاء لا لا أكد أمر ثانية أنا ما ألوم المجلس السابق ألوم كل المجالس السابق وليش ما تلوم الحكومة وحتى الحكومة الحكومة باستطاعتها تغدد مشاريع قوانين في غضية الخسخصة وغيرها توفوا عليك وحتى ألوم الحكومة يا الأمير فصل الأمر ما بين الحكومة ما بين المجلس شو اللي يمنح بس سوفي بعلي أنت تقصد بالنسبة حق قانون الكويتية وقانون الشركات ليش ما احنا قدمنا طعن وليش أنت أنا أقول كل المجالس السابق أخروه فيها لأنا اللي فهمت منك ليش ما قدمنا طعن على هالقوانين ما تقدر تهي ليش لأنك عندي 15 يوم تقدم طعن على مرسوم الانتخابات أما باقي المراسيم ما تقدم عليها طعن وليش أن قدمت عليهم كلهم ما تقدر قانون ما تقدر وليش أن قدمت عليهم كلهم إلا قانون واحد لماذا مكافحة الفساد مكافحة الفساد لابد منك لأنا يعطيك 15 يوم تقدر تطعن لا لا انا ما رشحت قدم طعن ولا صوت قدم طعن طبيعي يغبر؟ لا يغبر حتى لو لم تكن ناخب بس احنا حصنا الموضوع خليت وياي شخص مصوت ولكن ما رشحت ولا في واحد مننا مرشح من القدمين طعن نعم نعم بومشاري بتعلق بس انا بيوصل لك نقطة بومشاري عشان ايضا نتقلوا يكفي الحديث في المحور حبيب قلبي بومشاري يعني شقال اخونا رياض العدساني قال انا ضد الصوت الواحد وانا اعتقد ان ليس هناك ضرورة لوجود الصوت الواحد لكن انا كرياض العدساني سامتثل الى حكم المحكمة الدستورية لان هي بالنهاية الغضاء هو الملاذ الاخير لنا وانا ساحترم وسامتثل اذا هذا القرار رأيك في هذا القرار انا اقول ان اصدار مراسيم خلال فترة تحلل مددس الامة امر عادي وتعودنا عليه بالكويت بالعكس ان في دراسات باقة ان اكثر من الف مرسوم تدر خلال فترة تحلل لكن مرسوم الصوت الواحد يختلف عن الباقي باقي ناحية لانه له اثر على تشيل المؤسسة التشريعية في مرحلة قادمة فالعكاسة كبير يعثر عن مرحلة قادمة مرسوم الكويتية صدر او ما صدر مع ضرورة ما لا اثر الا اثر مالي ما في ضرورة ما في ضرورة حتى بصوت واحد ضرورة الناس فهمته بالضرورة حتى صوت الواحد ما في ضرورة لكن الفاصل المحكمة الدستورية يبقى شنو الان احنا في محلات خلاف خلاف ولد جاءنا الى الجهة التي تفصل في الدستور بين القضايا الناس اللي هي محكمة الدستورية لا يصدر الحكم طيب كلام من الاخد رياض كلام قطاع عريض المجتمع عننا والله خلاص صار الامر واقع وانت يا مشاري هل ستنبلت هذا امر اذا حكمت المحكمة الدستورية بتاع صين المجلس الحال انا سأبتك سؤال مواجه لا عفوا عفوا في امور بالبلد سير واقع قصم عليك ها صار احين صار واقع قصم عليك قبل كان عندي مجال اني انا والله الامر هذا ستكون محكمة صار امر واقع انا صار الصوت الواحد يبقى ان انا بالحالة هذه في حرية من رأيينا قدر الموقف قدر الموقف مرحلة تطلب اني اشارك ولا ما اشارك لكن الحقيق القانوني موجود وحرية المواطنين باني شارك ما زالت موجودة فالمواطن راح يقيم نفسها عن مرحلة قادمة اوكي هي مسألة التقييم ومشارك لكن في مسألة في مسألة ان التحصين يعني هل تقر انا ما ليشغل فيك انك ترشح او تنتخب لكن انا هل تؤمن ان هذا قانوني وخلاص تحصن بالحالها تحصن ستقبل بالحكم بغض النظر عن مشاركتك ولكن اقول لك السياسة فيها جوانب اكيد هذا ما في شك هذا ما في شك يعني يا مقوين صدرت وحصنت سموه ولقيت نعم ما عليها لابنخرج من الازمة الحالية بس اوكي انا بنتقل الاخوي رياض بنفس السياق يقول لك يا ابو محمد يعني انت قاعد تقول كلام عقلاني والكل يعني يؤيد هذا الكلام وهذا الكلام اللي هو مطلوب يعني بالنهاية لا انت مع هذا الطرف ولا انت مع الطرف اذاك لكن يقول وتروح الحديقة البلدية ويعني يعني قريب انت رجل تؤمن في الغضاء وحكم الغضاء يقول قريب موقفك يا محمد ليش تتجه لهذا الموضوع بسم الله حطيت لي الاسئلة وهذه ما صارت يقولك ما صارت شوف انا بكون صادق معكم صادق مع اخواني المشاهدين وانتم ان شاء الله من متابعين السياسة اذا طلع عندي اي موقف متناقض انا صفط اقراضي واعتزل السياسة نعم محشوب الله يسمونك ثق بالله ان نأمن بالغضاء انا ما قد فيه ولا مسيرة خل نطلع الا باخطار المسيرات اللي حصلت في المناطق ما طلعت فيها معها او ضدها؟ لا انا ما ايدها يعني الدستور مادة 44 من الدستور نصت على المواكب والتجمعات و المفروض انه يشرع قانون ترى عندنا القانون في قصور صحيح فما تقدر انت تدين اللي اطلعوا ولا تقدر تبرئهم ولكن خلنا نكون صادقين المسيرات اللي قاعد تحصل في المناطق قاعد تسبب ازعاج للأهالي يعني سواء من القوات الخاصة او غيرهم حتى القوات الخاصة قاعد تضربون مسئول الدموع و قنابل دخانية و قاعد تسبب اختناقات صحيح واللي بيوت فيها كبار السن معاقين و غيرهم لكن المسيرات اللي صارت باختار ما كان في قوات خاصة في دوريات تقريبا اربع دوريات صحيح و عوائل و شباب و شياب و بنات و كله يعني كانت ناس المسيرات في اوروبا صحيح انا حضرتها ولو تسير مرة ثانا هم حضرها لانها بترخيص و غانونة ربts ترخيص و لا بيها اي اشكال بالنسبحل plan يسمح الحديقة البلدية كان عندي لباسي ندوة لقاء مفتوح و تجمعت مع اخواني و تشرت في أشوفتهم بس اثق بالله كلمة اليوم يجعوا في القناة و اليجعوا في حديقة البلدية و اليجعوا في الدواوين و اليجعوا فالتلفون واحد لا يتغير كلامى يجعوا يجعوا في حديقة البلدية نفسى يجعوا في أي مكان awaiting يتقبلون هذا الكلام يعني ذاك اليوم انت قاعدت وياهم وهم الشباب ونعم فيهم هل تقبلوا الكلام لا لا بالعكس راح حبه يعني وتشرفت بشوفتهم وكلام كان جدا فوق الممتاز يعني حتى نقع من ضمن الكلام قاعد نقول القضاء اليوم لا يمس نحن منحط اللوم عليه على الحكومة ليش لازم نفرق بين القضاء والسلطة التنفيذية لش اللي قاعد يحصل البعض يقول فرضا ليش أدانوا في ناس أساؤوا لي سموا الأمير وفي ناس ما أدانهم الكلام مو صحيح أمن الدولة متواجد في أغلب الندوات إذا ما كان كلهم هذا صحيح أمن الدولة قدم بلاغ للنيابة اليوم القضاء نسل ما يراكد ما يتحرك لما تقدم بلاغ فلان قدمت عليه بلاغ صار عليه خل نقول تحقيق ومن النيابة رفوحه إلى المحاكم فلان أمن الدولة ما قدم الدولة من يتبع يتبع وزارة الداخلية والداخلية هي الحكومة فالقصور من منه من الحكومة إحنا اللوم الحكومة لما تكل في مكانين الزواجية في المعايير فلان يتكلم عن الأردن قدمه والله بلاغ عليه فلان يتكلم عن البحرين والسعودية أو قطر ما حد يسح به أنزين يفترض من باب أولى يا أما حول الكل أو أقول سفارات الدول هي اللي تقدم الشكاوي نعم ولكن أقدم شكوة على فلان وفلان ما أقدم عليه شكوة وين الخلل لاش أقولك من الحكومة إحنا لما تقدم البلاغ فيوم رحت إلى حديقة الولدية بالعكس رحبوا فيني وبالعكس المعاملة كانت أفضل من أنا اللي توقعتها توقعت أن معالجة جيدة توقعتها شفتها ممتازة وهذا أمر مشروع أنك أنت تلتقي مع الكوش شباب نعم صحيح وشباب من جيلك محمد أيضا البعض يلغي عليك اتهام وهذا اتهام يلغي عليك وهذه وجهة نظرا نغلها لك من ناس دائما يقعدوا إياهم أو من يقول بمحمد موقفها ضباضي لا هو مع المعارضة ولا هو مع يعني نقول بش نقول يعني نقول المؤيدين للحكومة يعني ريلا هني ريلا يعني يعني بالنص يعني واقع موقفك لا أبيض ولا أسوي والسياسة ترح أنا شكت نفسك اليوم أبيض بس قلت لكم إذا صدتوا علي موقف متناقب عطني موقف واحد بس قولي في يوم الأيام أنت تردت في موقف أو كنت متلون في موقف ما في потер اللي حاصة أنا شوف القضية مايسر أقول أنا والله فرض طول وقت الحكومة صح ولا طول وقت المعارضة صح أنا شوف القضية في حدة الصحيح القضية إذا كانت صحيحة لو المعارضة لا أساساً مادعوني فيها أنا بالعكس رح أوقف إياهم وإذا كانت الحكومة على صواب بالعكس بوقف إياها والحكومة إذا كانت خلنقول في أمور فيها خلى لا بنقومها أنا شوف كل قضية بروحها ما يصير أنت تقول فرضاً أن أنا مع المجموعة الفلانية بالصح والخطأ هذه ما تصير صحيح فأي موقف أنا قيمة أشوف اللي صالح لكويت هل هو صح أو خطأ إذا كان خطأ أن حدل أو إذا كان صح أنا أخبرك عن اللون الرمادي البعض قال أن بمحمد رياض العتساني في أيام المجلس المبطل كان أيضاً في قضية أيضاً موقف الرمادي اللي قاعد أكلمك فيه هل هو مع الأغلبية؟ مش مع الأغلبية؟ هل هو كتلة الأغلبية؟ أصبح لآخر لحظة حل المجلس والناس ما زالت تتساءل هالرياض العتساني مع الأغلبية ولا ضد الأغلبية؟ تسمح هذا الكريم يعني من ضمن كتلة الأغلبية وليس ضد الأغلبية قلتها في شهر اثنين أول ما نجح في المجلس وشهر ثلاثة وأربعة وعندكم في اللوبي بالضبط صح قلت لكم أنا أمثل الكويت بأسرح في ذاك الوقت لا مع الأغلبية ولا مع الأغلبية اجتمع مع كل النواب مستقل وفعلاً اجتمعت مع كل النواب بس كنت متحفظ على شغلة واحدة أن أي اجتماع لا يمكن أن يطلع بره اجتمعت مع الكل أي اجتماع لمجالس لها أمانة صحيح اللي حصل ثالث اجتماع للأغلبية كان بالنسبة للأجتماع لقم واحد وكنت واضح معهم قلت لهم أنا أشوف القوانين ولكن بالتصويت باللجان أو غيرها أنا ما ألتزم أصوت وفق قناعاتي رابع اجتماع للأغلبية يعتبر الثاني حضرت حضرت سادس اجتماع قالوا الاجتماع الثالث ثم قلت لهم أن الاجتماعات تفترض تحت قبة عبدالله سالم وما اجتمعت اجتمعت اجتماعين بعد ما أبطل المجلس ترى حق مشروع اجتمع مع الأغلبية صحيح ومع غير الأغلبية أيضا اجتمعت كرجل سياسي أنا اجتمعت مع الأغلبية وغير الأغلبية ولكن أنا أضمن لك ضمان كامل أي اجتماع ما طلع بره فلذلك ترى هذا حق مشروع أنت ما إلا يمكن بقوة وغير الأغلبية لا يعني أنت تنفي أنك من ضمن كتلة الأغلبية طبعا إيه وهذا ترك يوم يعني أوكي يا أبو محمد يعني كان الشارع في ذلك الوقت يعني أعتقد اللي كان يروح مع كتلة الأغلبية كان الأجواء عليهم وأعتقد أنه يعط النائب قوة أنه مع كتلة الأغلبية اللي طلعت من بعد مجلس 2009 وهذا الكلام ليش ما نضميت لهم شنو الأسباب أنك ما نضميت لك كتلة الأغلبية أنا في بداية مرحلتي السياسية قلت ما رح أنضم لكتلة لأنه ما بألزم نفسي في تصويتات أنا قد أكون مو مقتنع فيها صراحة لذلك ما حبيت أكون في أي كتلة سواء الأغلبية أو الأقلية يعني أرد على المحور نفسه ترى هالكلام بعض يقول طلعت من الأغلبية أنا ما نضميت لهم حتى أطلع منهم يعني أبو محمد ما زلت أجد نفسك رجل مستقل يعني هذا من فترة ترشيئ فترة نجاحي ترى الكلام لو تثبت ليش قلت لك أرجع على الكلام في مقابلتي في اللوبي في الوطن في الشاهد نفس الحج البعض يقول أنه في موضوع أعتقد يعني في مجلس الفبراير يذكرني اللجنة المالية أعتقد 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 أنه يتصلح لبمشاري اللجنة المالية اللي نعمل زوق رئاسة رئاسة أيوة في موضوع الرئاسة هي اللي خلت رياض العدساني ما ينظم للأغلبية لا لا بسبب هذا الموضوع اتخذوا موقف أنك ما رجعت لنا وصوت أنت بعيد عنك كتلة فكانت هذه بداية الفجوة ما بينكم بين الأغلبية دعني أوضح بس الجزئية عدلة اللجنة المالية اللجنة المالية واللجنة الصحية اللي حصل كنت أنا في اجتماع في دكتور بيت فيصل مسلم طبعا أنا ما بيطلع الاجتماع كل أنا كل أغلب على القوانين ولكن الكلمة اللي أنا قلتها كنت يا جماعة ترى أنا ما ألتزم في التصويت مو شرط اللي صوت لي أصوت له ومو شرط اللي ما يصوت لي أحرم من صوتي يقدر شوفه كفاءة في لجنة معينة اللي حصل في اللجنة الصحية بداية الدليل أنه ما في التزام كان بيني وبين الأغلبية الأخوة الفاضل هم 35 نائب أنا حصلت في اللجنة الصحية 18 صوت نزيل 18 صوت إذا كانوا الأغلبية بصوتين لي يفترض أن أنا أكون على الأقل 35 نائب بس ترى مو معناته أهم اكسروا فيني لا بس هناك في اتفاق وفي غيري في غيري في غيري نازل في غيري نازل اللجنة المالية صارت بالتزكية اللي حصل طبعا أحمد لاري المقرر أنا متفق يعني أنا عندي قناعة أن أصوت له كمقرر مقرر لكل أمانة ياني الأخ مرزوق الغانم قلت له انطر شوية يعني خلنا نشوف الوضع بالضبط قالوا لي أنزل المقرر قلت له أنا يا جماعة متفق على أحمد لاري صراحة بعدها محد ترى اللجنة المالية يعني الأخ الفاضل عبد الرحمن العنجري اعتالي عقو ما مرزوق قال في أحد يا قلت لأ خلاص تبكع الله يعني الأخ عبد الرحمن العنجري وقال لي هل أنت ملتزم قلت التزمت يا عبد الرحمن فما حصل أي شكال اللي قلت حق عبد الرحمن أنه بالنسبة لي أنت كفاءة ومرزوق كفاءة فما يفرق بالنسبة لي حق الرئاسة موسافة من قال لي قابو هذا اللي قلته بالضبط وقال لي خلاص هذا ما زال لقلبية عليك في اتخاذك هذا الغال لأنها أثيرت إعلاميا لا 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 كل شيء والدليل أنه في أمور وايد اتفقنا فيها في أمور ما اتفقنا فيها قضية الإيداعات أنا أتكلم ما في خلاف نهائي يعني أنا سؤالي لك ليش ما انضميت يعني لك لتلق لي قلت أنك أنت حاب أنك تكون مستغل أنا أحب أن أكون حر نفسي صراحة ما بيلتزم في تصويت قد ما كون أنا عندي قناعة فيه لكل أمان لذلك فأقولك في أمور اتفقت وياهم مايد وفي أمور قد أهم ما اتفقوا وآنا ما اتفقت معهم مشرط أنا صح ولا أم صح قد يكون في أمورهم على الصواب وموضوع البيان اللي ما وقعت عليه عما السمو الأمير لا أول شي بيان أنا ما وقعت ترى فترة المجلس وليش طلع لغط كثير يقولك وقعت ترى فترة المجلس البيان أول اللي طلعوا على حل المجلس توقعت عليه لا خلنا يتكرلك جزئية جزئية وبالتاريخ أوكي أحسن حلو تاريخ 14 اثنين أول بيان طلعوا لأغلبية تركت أنا معارضة أول بيان اللي هو واش كان يتكلم اللي هو أنه يفرضون على رئيس الوزراء تسع وزراء أنا وصفته بغير دستوري هذا بعد انتهاء الانتخابات بعد انتهاء الانتخابات قبل تشكيل حكومة قبل تشكيلهم لأن مادة 50 من الدستور فصل السلطات فهو استنادا على حكومة 92 شيخ سعد أرحمه أعسى الله يخفر له ذكر أنه ثلاث نواب من وزراء من أصل نواب وقالوا الأعضاء لأنه بتسعة فوصلوا حل وصلت ستة فأنا بالنسبة لي التفاوض فكان فرض على رئيس الوزراء تسع وزراء صحيح وقلت أنا وصفته بغير دستوري فترة المجلس ترى ما وقعت ولا بيان مع الأغلبية ما فيه نهائيا اتفقت فيه قوانين بس ولا بيان طلعت فيه بعد ما أبطل المجلس بيانين الأول والثاني باجي البيانات ما وقعتها الأول الأول والثاني بعد أبطال المجلس باجي البيانات ما وقعت لهم البيانات الأول وقعت عليه الأول والثاني بس الأول قال بس عندي تحفظ بالنسبة حق المحكمة أنت الآن تتحدث عن احترام الغضاء لا لا بس أنا شلتها فقالوا أن رياض العدساني شون يوقع الناس تفاجئت الفقرة أنا شايلها شايلها كأن المجلس غير مبطل هذه شلتها الفقرة أنا قلتها الفقرة هذه أنا ما ألتزم فيها أرد على بالنسبة حق البيان التي تفضلت فيها أنا لي تصريح سابق أن مناصحة الأمر تكون في السر ولا يسعى للرؤوس الملال صحيح ويوم رجعت الكويت تتشرفت في مقابلة سمو الأمير نعم أنزين فالبيانات مو معقولة أنا أقول شيء وعارض كلامي مو معقولة هم أيضا أنا أوقع على بيان أنا أساسا وقت الخطابات كانت خارج الكويت فمن باب أولى لما أنا أبي أوقع على بيان يفترض الخطاب أنا شايفة قبل لا أوقع عليه نعم يعني هل يعقل أنا أوقع على بيان أنا أساسا ما شفت الخطاب قبل لا يقال يعني هذه نقطة النقطة الثانية أن أيضا الأخوة الأفاضل ما دعوني ولو دعوني أنا أقول لك ملتزم بكلمتي ما رح أوقع البيان لا يمكن اليوم أنا أوقع البيان وعندي تحفظ على بعض العبارات بالإضافة أن البيان عساس أوقع لازم أنا أشوفه عدلة يعني نفترض أنا طلعت بخطاب مثل ما قلت لك تعال وقع وياي بتقول أنت ليش ما عرضت علي فلذلك أنا أقول لك ما وقت أو عندي تحفظ أو عندي كلمة بظيفة بظيف كلمة بشير عبارة سؤالي عشان أبنتغل للأبو علي والأبو مشاري في التعقيب على هذا المحور شنو المواقف اللي أنت اليوم تشوف الأغلبية أو كتلة الأغلبية على حق فيها وتشوف أنه وأن كتلة الأغلبية مش على الحق فيها مخطئين فيها كرياض العتساني في ميزانك شنو المواقف المواقف أنا أقول لك تابع في فترة المجلس الإجابية والسلبية كيفك؟ فترة المجلس في حق مشروع لكن أنا شفت أنه احتكار المناصب هذا حق مشروع ولكن أنا ما شفت أنه خطوة إيجابية عدم رفع الحصانات يعني عن كتلة الأغلبية يعني أنا قاعد أشوف أنا رفعت الحصان على الكل نعم هذه من ضمن اللي شفتها الأخطاء يعني تروح على الأقلية قالوا والله نحن نبي التنمية قدمه أربع استجوابات واره بعض زين أنت قاعد تناقض نفسك أنا شوف للسجوابات لا أنا ما أتكلم عن الأغلية في منجلس المطل أنا أتكلم عن سلبيات الأغلبية اللي أنت قاعد تذكرها ممتاز واذكر الإيجابيات الإيجابيات أنا أقول لك الإيجابيات أنا أقول كانوا متعاونين صراحة أنا ما أبي أخفي متعاونين مع منهم ترى متعاونين مع الكل كانوا حتى مع حكومة لنه لأحد درجة حتى مع حكومة صارت بعض المواقف ولكن يعني أكثر من مرة قالوا حق الأقلية تعالوا ويالنا لكن هم الأقلية كاشين شوي لتفق معهم قضية الإيداعات قضية التحويلات هتفق معهم استجواب الشمالي هتفق معهم يعني ليش نحن بالكويت يعني تحصل عندنا للأسفة في الفترة الأخيرة ولازم أكون أنا صادق نعم البعض أو القلة ولكن صوت معالي أخذ نفس العنصري الطائفي القبلي يعني يعني واحد مرة قال لي شون أنت طرحت الثقة في مصطفى الشمالي فقلت له شرايك في مدير التأمير الاجتماعي فقال لي ما يستحق ومفروض أن يروحني آبم الكلام هذا هذا رائع فقلت له الوزير وهو اللي يجدد له صحيح فهو يتحمل مسؤولية شون أنت تقول يعني الحين أنت قعد تفرق في تراقض إذا هالشخص جدد حك هالشخص من باب أو لثين هم يمشون صحيح فهني المسألة غير الأمور الثانية التي عندك أنت قضية القروض من البنوك التحويلات الإداعات كلها تحملها وزارة المالية بالإشراف قضية التأمينات الاجتماعية قضية الإداعات والتحويلات الخارجية لا أتفق مع الأغلبية قضية الشمالية أتفق مع الأغلبية في أمور قد ما أتفق معهم نفس اللي ذكرتهم لذلك أنا حبيت أن أكون حر مو شرط أن أتفق في كل القضايا ولا عارض في كل القضايا يعني أي وأيضا الأقل في أمور زين بمحمد في سؤال في سؤال أيضا يقول لك أن أبو محمد أيضا بعدم انضمامك للأغلبية أنت ودك تنظم للأغلبية لكن يقول لك والله أنت خوفا يعني من خلالك اتباعك للأغلبية أو انخراطك في كتلة الأغلبية أنك تخسر قواعدك قواعدك خابية فأنت حبيت بيقول لي وأنا مستغل أنا ما أنا تباع وخلني أقول لك والله أن هذين أغلبهم إسلاميين ها مطاوعة إن كانوا من الخوان ولا من السلف أو إنهم قبليين فأنا ما حب أني أتجه لهذا الاتجاه فأنت لم تنخرط لهذه الكتلة بهذا السبب هل هذا الكلام صحيح لا أقول لك صحيح عندك عبد الرحمن العنجلي في صليحية شايع الشايع شايع الشايع على في صليحية ما هم إسلامين عبد الرحمن العنجلي لظروفها الخاصة في خرافة حقهم إسلامين جمعين أردو لا يعني مغربين لا لا وهذا مغرب توجه لا 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 توجه فكري حتى التحليل حتى التحليل السياسي لو أفكر في أمور سياسية اثق بالله ما حطيت اسمي في طرح الثقة في وزير المال كان أقول والله الأغلبية عندهم عشرة وزيادة لو أفكر في مسألة سياسية ما قدمت استجوابي حق الفريق أحمد رجيب لكن ثق بالله ما فكرت سياسيا فكرت إصلاحيا ولو أنا أشوف نفسي أقول فرضا أن في كتلة لا والله منضم لها حتى لو أتأثر سياسيا بس الدولة ترتقي بس أنا شفت موقعي لما أكون مستقل وائد أفضل نعم يعني هذا اللي شفت لا بالعكس أنا ما انضميت لقناعتي زين ما فكرت لي ظروف سياسية أو أمر انتخابية لتأييدك هذا السؤال أيضا من جانب آخر من زاوية أخرى بنفس السؤال اللي من ساع يعني بتأييدك للأغلبية هل هذا الأمر خسرك قواعدك الانتخابية في الكثير من الغضايا اللي أنت قاعد تتفق وياهم فيه أو بالعكس لا بالعكس يعني الناس الحمد لله متفهمة واليوم عندك وسائل الإعلام الإنترنت التويتر القنوات الفضائية قاعد توضح هذا الشيء لأننا ذاك اليوم عندنا كان أحد ضيوف من غير ذكر اسم الضيف قال رياض العدساني وعبد الرحمن العنجري فقدوا قواعدهم الانتخابية بسبب سياساتهم الخاطئة عرضت من غير ذكر لا ما قال سياساتهم الخاطئة والله أنا هذا بالضبط لا 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 أنا أقول لك اللي قاله بالضبط قال رياض العدساني عبد الرحمن العنجري قد تكون خطواتهم صحيحة ولكن خسروا قواعدهم لأنه يمكن مشوا عكس الدارة الثانية نعم لا بالعكس أنا أقول لك الأمور أفضل من قبل وايد أفضل والحمد لله شعب الكويت شعب وطني بيقيمك على النقاط التي أنت مشيت فيها وأدائك بالنسبة للسجواب طرح الثقة المساءلة البرلمانية يعرفون هل أنت طرحك عنصري طائفي قبلي ترى الناس بالعكس قاعد يصير فيها وعي زيادة الحمد لله وابو مشاري في موضوع الأغلبية هو طبعا ريال العساني لم يقاس شعبيته مرة ثانية في الانتخابات لأنه محضر انتخابات ثانية فالليقول فقد عقواتها هي تكاهنات تحليم تكاهنات هذه كلها يعني كلام مرسل وغير موثق غير دقي أنا أقول ريال العساني الآن قاعد يثبث أنه باستغلالته إلا أنه في غضايا يتوافق مع الكتلة كما بينتها فإذن الصوت الواحد ليس هي غضية مسألة منبراك ولا لحمد سعدون بالعكس موقف ريال العساني محمد الصقر مجموعة من النواب المستقلين وبالتجاهات أخرى بعكس تدل على أنه هناك رأي عريض على الصوت الواحد مو مجموعة تقتل الشعبي ومجموعة لا بس يختلف عنهم بمشاري رياض العساني خلنا نكون واضح لا يختلف بس ما دخص الانتخابات ؟ لحظة رياض العساني كان واضح في هالجزئية قال إن حكمت المحكمة الدستورية بتحصين المجلس الحالي أنا راح أنزل الانتخابات من خلال الصوت الواحد يعني الرجل قال أنا أحترم حكم المحكمة الدستورية الآخرين لم يعلنوا هذا الأمر في هالجزئية الصوت الواحد بأكل الجميع ما نزل الانتخابات بس في جزئية ما خارب الانتخابات فضل الأغلبية سووا نفس بيان أنه وقعوا عليه تالي بشهر سبعة ترى أنا أعلنت عدم المقاطعة والمقاطعة في تاريخ 28 ستة قبل الأخير يعني إذا صارت فيها أي تغيير خارج قبة عبداللسان بالنسبة لقانون الانتخابات ما رح أنزل واذق بالله الصوت الواحد يخدمي الصوت الواحد ما في تبادل أصوات وأنا كنت جداً زعج من تخوات الإطافة تبادل أصوات وهذا وأنا ما تبادل نعم لكن فكرت فيها للمستقبل لنفترض اليوم صوت واحد وخمس دوائر باتل الحكومة رفعت كتاب عدم التعاون وسموه الأمير حل المجلس صار مجسوم الضرورة خمسين دائرة وصوت واحد ما نفع خمس وعشرين دائرة وصوتين من هذا المبدأ نعم فأنا أقول لك أن القضية فيها رأي عام وعريض والرموز هذه العدساني والصقر وغير بينا ورشة نظرهم وغضية وتفقوا معلها الأقلبية المبطلة الشاهد الأقلبية المبطلة كلها خطاء صراحة تكون صريحين يعني أنا كنت والله من أول يوم توقت اقتخابات اللجان كنت موجود شخصياً استدعيت جمعان حربة شعال الجن كنت له جمعان شكراً سوون ترى أنتوا قاعدين تخلونا الطرف الثاني يستفسكم خلاص اقتخابات الرئاسة انتوها الموضوع هذا عبروا وتجاوزوا القضية هذه تجاوزوها إلى أن قل ما تشتول فينا المجلس اللي فات قضية يعني السياسة ما فيها الطريقة هذه يعني فرض المجلس خندقين دفعنا ثمنة دفعنا ثمنة الكويت يدفع الثمنة صراعاً فبالتالي نقول السياسة الطلب يعني السياسة يختلف عن المواطن العادي بأن عنده روح يعني ينقتل ويقوم ينقتل ويقوم عادي يعني عنده حياظية يعني ما هي حسابات تربح الخسارة ماكو خسارة على طول ولا ربح على طول نقوم تكيف نفسك نحن نتمنى أن الكويت دخلت في نافق ما كنا نتمنى صارت خلح يعني حتى يعني يقول القادة السياسية لما طلعت قرارها شافت مرحلة صحبة صحبة ولأنها أول مرة في الكويت ها أيضاً بعض جانب آخر أول مرة الكويت تصير فيها غلبيه في مجلس مو من قادم الحكومة كما كان ساعة المجالس الماضية السابقة في تاريخ مسلم والكويتي كان هم صعبة العملية على الطرف الثاني نحن اللي نقول لجمعات الخير الكويت قاعدت تدخل فيها مستجدات على الصحة السياسية مستجدات كبيرة لازم تستوعب من القيادة ومن القوى السياسية صحيح عشان نوصل حقصيقة أفضل المحلقات نقطة الاتقاء أعتقد نعم نحن الكويت دائما نتفاهم بس في في جزئية مهمة اليوم ما أصبح الموضوع أقلبية وأقلية يتدى المجلس أبطر صحيح اليوم نبي ارتقاء الدولة أنت شوف وفرة مالية وقع أن تراجع عليه وضع والشعارات مكررة لو ترجع أيام الثمانات نفس الماشيتات لا تغيرت عجلة التطوير والتنمية وهذه عنهم المجرة أول خطة للتنمية انحطت في سنة 85 قالوا عن طريق وزارة التخطيط ووزارة المالية وما تم إنجاز أي شيء يذكر آخر مستشفى بنوى مستشفى العدام تالي صار الغزو الله يعيش شارع الكويتين وتم شوف الفرق بناء الكويت بالكامل خلال سنة وتعمير الكويت أعمار أنزين عقب الغزو يعني عقب الغزو أعمارها سنة بناءها بالكامل وتنمية الكويت من سنة 92 للحين ما شفنا شيء معناته الحكومة قادرة لكن ما تبي اللي شفناه سووا عندهم تسوية الديون مع العراق بالإضافة إلى إعطاء الأردن للتنمية بالنسبة حق الأمور التنموية والأمور التعليمية والصحية من يارين نص والسودان تقوية الطاقة واليمن تحسين الطرق كل هالأمور إحنا محتاجينها يوم عمدي تقول حق الحكومة اعتبروا الكويت دولة مجاولة وتصدقوا عليه وحمروها دول شقيقة أمر حري صراحة وإحنا نقول المعارضة المعارضة اليوم أنا ما قطل لهم على الأقلبية والأقلية أنا قطل لهم على الحكومة هي اللي عندها الفلوس هي اللي عندها الكاش اللي عندها المشاريع التنموية شنو قدمت يوم قدمنا المشروع له المدينة الطبية هاي القانون تقدموا فيه لأقلبية خانا نكون صادق أنا لازم أقول الإيجابيات والسلبيات وهذه إيجابية يعني ثلاث مدن طبية واحدة بالشمال بالإجهرة واحدة في مدينة الكويت والثالثة في الفحيحي الجنوب الكويت الحكومة تحفظت قلنا عطونا بس ليش أنتم متعفضين شلي ردوا علينا قال والله ما في ممرضين قلت هذا عذر لأن قطر والسعودي يدفعون أكثر ياخي دفع أكثر أغلى ما الإنسان اللي عنده صحته والمبلغ متوفر احنا كل الدول العالمة تعاني من تنمية ما عندها كاش احنا عندنا كاش ونعاني من كل هالمشاكل الكهرباء والتعليم والصحة ولا زالت الحكومة المجلس تخلي الناس تكفروا في المجلس هذا اللي بتوصله وكانت طموحة تحصلها المجلس هذا وحصلته مجلس ضعيف حصلت هذا راح نحجح عليه هذا في محور كامل لموضوع المجلس بس يعني ما حدث من الأغلبية تحديدا يعني ومن نواب في مسألة يعني مخاطبة سمو الأمير وأن كان هناك فيه اليوم يعني غضايا موجودة على النواب شنو رأي رياض العتساني في مثل هذه وهذه الخطابات أنا أقول ثلاث شغلات نبتعد عنها اللي هي المساس في سمو الأمير والمساس في القضاء والمساس في تركيبة الشعب ما يشير أقول أنا فلان عنده ولاة وفلان ما عنده ولاة فلان كويتي فلان أصلا من وين خلاص يبقى كل واحد عند إدنسيا هو كويتي ما شكك به الأمور هذه الأمور بالعكس سترتقي أنا ليش كان عندي تحفظ لتوجيه الخطاب بسمو الأمير بهذه الطريقة ممكن تقابل سمو الأمير بأي وقت وتشرح للوضع كامل بالإضافة لكويت دولة صغيرة تتأثر مع الظروف الخارجية الظروف الخارجية ما هي مستغرة البحرية من صوب الجمهورة عراقية من صوب سوريا من صوب فما تبقى أنت تلفت لأنظار هذه نقطة إذا في خلل ما عالجه في خلل أكبر منه إذا في خلل بالدولة يعني دائما يقول لك الأمير مارس صلاحياته عن طريق وزراءه يفترض اليوم المسؤول عن رسم سياسة الدولة هو رئيس الوزراء رئيس الوزراء يقول مو عندي عند الأمير تقابل الأمير وتشرح لوضعك لكن أنا في نظري أنه اختلف توجيه الخطاب بهذه الطريقة صلاحي هل غابلتوا سمو الأمير رياض في أيام فترة الحديث عن تغيير الأصوات من أربع أصوات إلى صوت واحد هل كان هناك مقابلة مع سمو الأمير وتم التحدث في هذا الأمر أنت كنت متواجد فيها أنا سافرت فترة تقريبا شهرين لظروف خاصة نعم أول ما رجعت قابل سمو الأمير نعم وذكرت له كل يعني كل الأمور بالنسبة حيث الصوت الواحد وغيرها يعني وبالعكس تقبل موضوع بصد الرحب وبالأخير يعني رحت للمحكمة دستورية وكلام السمو الأمير كان واضح لي قاله في العلن أن الرجوع للحق فضيلة وأنا راح أحتكم في حكم المحكمة دستورية ولجأت للمحكمة أنت عندي قنوات أنا شل أقصده نفترض يعني أرجع على نقطة مرة من المرات في بعض مو طبعا مو الأغلبية في من الأغلبية في خارج الأغلبية أيضا قالوا هالكل يوم قدمت الحكومة مشروع خمس دوار وأربع أصوات قالوا ما يسير وهذا قانون يعني شوال محكمة دستورية تحولونه يوم المحكمة حصنت ليش أنتم استشدتوا فيها اليوم يعني الأمور القضائية غير المحكمة دستورية ذكرتها بالنسبة حق سمو الأمير أنت عندك درجات التقاضي المحكمة أول درجة بعد محكمة السناف والتمييز صحيح ليش أنت تقدم السناف أنك أنت فرضا تعارض الحكم أول درجة هذا حقك صحيح وأنت من حقك أنك أنت تعقب على حكم المحكمة ولكن ما تعقب على القضاء الهدف منه شنو إذا أنت هدمت السلطة القضائية باتلا صارت مشكلة بينك بين أي شخص ذاني ما قد تروح يعني للقضاء كنت هدمت السلطة القضائية وهذا أمر خطر نحن نقول نبي نرتقي للكويت لكويت للأسف الدولة الوحيدة اللي عندها الدستور وقعد تراجع عليه وراء نعم صحيح قعدت لو قارن نفسنا خلال خمسين سنة فيه فرق كبير كل الأمور نعم يعني إذا تبيت تقارن بالنسبة على التعليم كان وائد أفضل من اليوم اليوم الناس ملتجأ للقطاع الخاص والقطاع الخاص قاعد يزيد صحيح تروح إلى بالنسبة حق المستشفيات بينينا مجمع المستشفيات له مستشفى الصباح سنة ثمانية وخمسين ونتهل سنة ثنين وستين اليوم ما الذي يحدث يحدث المال متوفر أنا ترى ما بيقط اللوم كله على المعارضة معارضة بعض العضو الكرام وهو كثير مننا صح لكن الحكومة ما نسوّت صحيح الحكومة تستنسم نحن نقط اللوم على المعارضة اثق بالله معارض واحد صحيح صحيح و أي معارض كل الشعب سيسغطي نعم لكن لماذا المعارض يقع ينجحون لأن الحكومة مقصرة حكومة مقصرة يعني فيه أمور بابو محمد أيضا فيها الجزئية الآن احنا وين رايحين في ظل هذه الأزمة السياسية احنا رح نتكلم عن التنمية وماذا تحتاج البلد وشنو دور الحكومة وتوقف الحكومة وين رايحين أنا أقول وين رايحين ننطر حكم المحكمة هذا الحل نشوفه نشوفه اليوم هذا الحل نقطة فاصلة هذه النقطة الفاصلة لأن أي إجراء يكون أنا أتوقع بس محمد السؤال هل تتوقع أن الأغلبية أو المعارضة الحالية الموجودة اليوم ستقبل بحكم المحكمة الدستورية لا بود إن شاء الله إن تقعد تقول الحل يتمنى في المحكمة الدستورية لكن أبي توقعك في مسألة أن والله المحكمة الدستورية حصنت الصوت الواحد هل ستنتهي مشكلتنا ترى في أنا أقول لك مجلس 2009 كان مجلس شرعي لكن الناس طالبت يحل صحيح ترى يجوز أن يصير مجلس شرعي يقول لك أنا ما يمثلني طالب يحل صحيح هذا حقك مجلس 2012 المبطل في ناس قال لك ما تمثلني القوانين ما تمثلني وهذا حقهم لا يمكن اليوم أنا أسلب حق أي ناخب أو أي مواطن هذه النقطة الأساسية بس لماذا أنا أقول لك دم تسوى ألف دستور وألف قانون يعني لذلك لو نفترض جدلا صارت فوضة وضرب قوات الخاصة واحد تعور واحد خلنقول يعني إن شاء الله ما يصير هالشي نعم والمحكمة الدستورية قالت أبطال المجلس شون استفدنا بالمشك ما إحنا وصلنا حق لنبي ولكن شين صار قبلها لذلك خلنطر حكم المحكمة هذا كل فهن ويمكن حكم المحكمة تبطل المجلس وانتهى الأمر فيه ناس تقول لك والله الموضوع ليس موضوع مرسوم اي احنا الخطوة الأساسية اليوم رد هاي بالسلطة التشريعية هذه أول خطوة من بعدها تقر القوانين اللي يبيها الشعب واللي يكون فيها الإصلاح والمحاربة يعني حتى لما يقول لك فرضا لا بس هل تتوقع أن هذا يعني مثلا الأمر هذا قد يعني مثلا نقول والله حكمت المحكمة الدستورية وتمحل المجلس الحالي بسبب تصادمهم مثل ما صار في موضوع معارضة ستغير فكرها في مسألة الانخراط من خلال الصوت الواحد وتغيير القوانين والتشريعات لمكافعة الفساد والمشاكل اليوم اللي نعلم منها إذا صار الصوت واحد اي صار التمتحسين أنا أرى صعب اليوم أجاوب عن غيري يعني جدا صعب يعني لكن وين المشكلة أنا أعطيك بس كغراءة مني أنا أعطيك جزئتين سنة 67 يوم صار تزوير الانتخابي أغلب القوانين اللي نعاني منها ترى في ذاك الوقت وأيضا في سنة الواعى السبعين قبل كان المعارضين منه غرفة تجارة يعني عزفوا عن الانتخابات أنا صار فيه نقل قيود الانتخابية لتفكيك المعارضة نسبة التصويت كانت 52% أيضا أسوأ التشريعات كانت في ظل غياب المعارضة فأنت ما تجد تترك مجلس نسهل مجلس صراحة المجلس اليوم أحنا راح نتكلم عن المجلس لا لا أنا أظهر في المدى لكن أنت تجد أهو الحل أنا شايف حتى يعني يتم الانخراط من خلال المؤسسة التشريعية وخوش كلام خوش كلام قال أخوي أبو محمد يعني أنت مهما يصيب طالما أن عندك القدرة أن تكون تمثل في السلطة التشريعية يجب أن لا تتنازل عن هذه السلطة نهائية صحيح نعم وتتم أنت تقبل مثل ما أنت قبلت حق نفسك أنك تمارس الضقل السياسي على الحكومة إذن أنت هم يجب على نفسك أنك تقبل أن هم الحكومة ممكن تمارس عليك الضقل السياسي نعم على اللعبة على اللعبة قواعد اللعبة قواعد اللعبة ولازم يكون فيها تنازلات من الطرفين يعني بالضبط لابد العميل السياسي ممكن يكون فيها تنازلات بس ما أتنازل لها أي وأطلع من المجلس وأروح أقول شسمه هني في الخطورة صحيح يعني ما شاء الله عليك أنا ما بي أقول إلا أساك على القوة أنا بأخر البرنامج رح أتكلم مشاهدة كرام متواصلين معاكم نطلع نريح في فاصل قصير والحديث عن المجلس الحالي يعني يعني أبو محمد رياض العدساني يعني على قولتهم ما خلى في المجلس الحالي من تناغضات لا ما شاء الله راح نناقش في هذه القضية ما شاء الله عليك نطلع فاصل قصير ونرجع لكم ثاني رجعنا لكم مشاهدين الكرام وما زلنا معاكم على الهواء المباشرة في برنامج اللوبي وقاعد يسولف بمشاري خلنقولكم مش قاعد نسولف بالفاصل يلا خلنبض بمشاري قاعد يقول لأبو محمد يعني ما شاء الله عليك يعني توقعنا أبو محمد كأول تجربة يعني في الانتخابات وهذا السادس السابع التاسع أو العاشر ولله لكن انتفاجئنا يقول لأبو محمد ما شاء الله الثاني يعني في الانتخابات ويمكن أنا سمعت قصة من أبو محمد أني يقول أبو محمد أنا نمت نمت على الثالث قعيت الثاني يقول لهم كمّل نوم تيم تضع لهم محمد توقعت هذا المركز في فبراير 2012 شاهد الله توقعت آخر انتخابات بين السابع و الخامس تقريبا أول مرة تنزل الانتخابة أول مرة بس حسيت الوضع زين بس يوم الانتخابات يوم أفتر على المدارس حسيت ردة الناس تدري من عيونهم تحس فكان اللي وياي أخوي ورحب في سطان المرزوق لا معزة خاصة بالنسبة لي فقلت لك أن الأمور زينة فقلت لك أننا فوق الخامس فقال لي حتى أنا أحس هذا الشيء وسبحان الله أنا طلعت الثاني بس ساعة ثلاث تقريبا شفت الأمور قعدت تحسن بعد صلاة الفير الساعة خمس نمت الثالث قعدت الصبح ولا أشوف روحي ثاني يقلت كم نوم تي جاطع قهوة يعني هذا مثل سالفة للسجواب اللي قلت خوي أحمد نمت وقبت والله أنا أقول لك قال الثالث وقال موضوعات اليوم ما لقيت شيء وقال الثالث الحمد لله ترى على النية ها على النية شونة لابد إن شاء الله النية طيبة يا رب إحنا خلنا نشوف في مقطع من اللغاء لرياض العدساني بو محمد قال إن مجلس الأمة الحالي بصام كأنها ختم للحكومة وأيضا يحطون أيضا التغرير الثاني قال أيضا يعني مع بعض يدمجونهم يخلونهم تغريرين قال أيضا مقطع ثاني من اللغاء لرياض العدساني قال بعض النواب نجح في السبب عن المجلس الحالي والغذف وآخر تضخم حساباته خلونا نشوف التغريرين ونرجع لكم يوجد أخطاء ويوجد إيجابيات وسلبيات في كل مجلس بس لكل أمانة المجلس الحالي خريطة غير واضعة كأنك تشوف كلام صيني مجلس لكل أمانة مجلس بصام أنا أعطيك سبيل مثال قوانين مراسم الضرورة قروها أنا أعتبر المجلس لو يقول لي ارسم رسم الكاركاتير الحكومة قاعد تستخدم المجلس كأنه ختم وتمرر معاملاته لا يمكن يقول له لا للأسف إذا تبي مستخرجات المجلس أنا عندي تحفظ عليها يعني أغلبهم كانوا شطبوا بنان على سيئين السمعة بعضهم نجح بالسب والقث وبعضهم نجح كان عليه تضخم حسابات وبعضهم نجح بنان على الطائفية كلا هذه الأمور نحن نشوف في مستقبل البلد مظلم للأسف الحكومة تقول دائماً بكل تصريح لو ترجح تصريح العام وأول العام وقبل عشرين سنة تعاون السلطتين أين تعاون السلطتين؟ الحكومة عندها تنفق خارج الكويت مليارات ولكن لا تريد أن تنفق دينار واحد داخل الكويت رجعنا لكم مشاهدين الكرام وازلنا معاكم على هوا مباشرة ليش هذا حكمك أبو محمد على المجلس الحالي حكم مسبغ يعني كونك أنت مش عضو في المجلس تحكم عليه بهذه الطريقة لا والله ليش عين ليش شنو المعطيات اللي خلتك تتحجي عنهم شديد إنه مجلس بصام أنا أعطيك مثال مو بس بصام خرقتها مواضحة يعني أحد النواب نزل على صوت الواحد وعارضه في المجلس ويقول شرع القانون صوت الواحد شون يعني هذا ليش خرقتها مواضحة ما تصير ليش عارض تعيين يعني نزل على الصوت الواحد ونجح ونجح ويوم عرض على المرسوم رفضه وقال يا جماعة صوته على أساس أو شرعه قانون الصوت الواحد قبل حكم المحكمة الدستورية يعني شون تصير ليش قلت لك أن الحكومة كانت تعتبرها أنها خط بالنسبة لها ليش تأجيل السجابات من زين هذه واحدة القوانين التي وقرت تعال كلها قوانين ما لها علاقة في التلمية كلها تقليض العقوبات اللي قاعد نشوفها صحي القوانين المرسوم مراسيم الضرورة كلها وقرت سلق بيضا يعني أنا أبي المجلس شنو عارض عارض الحكومة فيه ما عارضها مراسيم الضرورة يعني مراسيم أغلب الكلمة اتفق عليها ترى حتى المعارضة لا فيه مرسوم ضرورة مضحك صراحة اللي وافقوا عليه المجلس أي واحدة قانون الشركات شركات تجارية اللي فيه خاص قصة الكويتي لا لا قانون الشركات اي من يعني ش اللي صار يعني أنا أقول حكومة دائما إذا تم حل المجلس القانون اللي تقدم فيه الحكومة يتم موجود في المجلس بس مجرد أنك تأخذها وتدرجها على جد والأعمال قانون الشركات حكومة تقدمت فيه في سنة 2008 ومشكلة سنة 2008 المجلس استمر 18 و2009 سنتين وثمنتشر فما تم يعني إقرار هالقانون مجرد تعديلات ليش إقراره فيه مرسوم الضرورة وموجود في المجلس من باب أولا الحكومة تأخذها وتدرجها في جد والأعمال ليش إقراره فيه مرسوم الضرورة وليش ما فيه أحد النواب قال أنه القانون هذا موجود منه ديبلوكيت لهو موجود منه نسخة ثانية في المجلس يعني قرنوا كل القوانين سلك بيط يعني للسجوابات لو حق دستوري ممكن أن يقدم النائب من فرد لمادة أمية من الدستور ما لك حق أنت المجلس تقول له والله فرضا أنا أجلك للسجواب دور العقادة بايش صفة يعني أنت هذا أول استجوابين لو نفترض نائب معين نقدم استجواب حق وزير خلنا نفترض وزير الإعلام ورأي تقدم وردان حق وزير الإعلام ثلاث مرة وزير الإعلام ممكن أنت أجله بس أنه أو بداية الاستجوابات أجلتهم وشي الحكمة لاجتماع رئيس المجلس مع النواب وشي اللي صار وليش الناس ما تدري عن هالشيء هذا لا يمكن بعض قال من باب من باب أنه خلنا يكون يعني حلقة توصل في مسألة العلاقة ما بين المجلس والحكوم أمانة ب يعني نسهل في الاستجوابات مثل ما يقولون يعني استجوابات قدم قدم بشكل يعني بهذه الصورة أربع استجوابات طقة وحدة قد يكون من باب التعاون النص كمواطن ودك تعرف الأمور يقعد تدار يعني جلسة الانفلات الأمني كانت جلسة سرية وطلعوا في قنوات الفضائية وقالوا كل شيء وحتى مجلس 29 سوى نفس السلبية هذه النقطة النقطة الثانية لهم منها الشيء هذا كله الناس اللي صوتت لكم اليوم مع أغلبيتها ما هي راضية على الوضع استجوابات ما تقدر تقدم الجلسة السرية ما صار عليها شيء ذكر وزير الداخلية بالنسبة حساس الاتفاقية بين دول مجلس تعاون رح يقدم لكم شون عروض فيها إلى اليوم ترى ما تقدم شيء نعم صحيح فالدليل أن المجلس اليوم أنا قلت لك يا كأنه عندك فترة تعقب اللي تبي والحكومة تسوي اللي تبي هذا الوضع بقعدي يصير أما بالنسبة حق المشهد الثاني اللي ذكرت أنه فيه نواب تضخمت حساباتهم فيه نواب انجحوا بالسبب القذف أنا لازم أكون منصف النواب اللي نجحوا بالسبب القذف مو بس المجلس هذا حتى المجلس المجلس السابة واللي قبل كثقافة لبعض الناخلين ما حد يقبل السبب القذف ولكن اللي يشهد من هذا الناس اللي تطق على وترة طائفية من كل الأطراف والقبلية والعنصرية صحيح للأسف أنت اليوم تنجح حققت ذاتك ولكن رجعت البلد قري جراحتك فش الهدف أنا بالنسبة لي أخسر كرسي ولا أودر الكويت اللي قاعد يحصل مشكلة أو ضيئ الشباب مثلاً لا وتلقاؤوه مو مقتنع بكلامه ولكن مضطر أنه ياخذ هالنهج هذا اللي ينجح بس إذق بالله أنت قدوة والشباب يشوفون القدوة يفترض أن تكون أنت رمز ناجح ما رمز أنك أنت الشيش الناس وتطعن في خنقول طائفة معينة أو تطعن في القبيلة معينة أو تطعن في عائلة معينة أرد على بالنسبة حق السبب والغذ ترى خلاص الناس وعد كانت تجربة في فترة الفترات والحين الناس خلاص يعني في مجلسنا أنا أذكر في نواب ما مهنته أنه يرد على نائب والنائب يرد عليه لما تكلع عن قانون اقتصادي خلنقول كسر الاحتكار ما يتكلم قانون دعم وتوميل المشارع الصغيرة ما يتكلم المدينة الطبية ما يعقب يعني شنو دورك مماركة دورك أنك محامل حكومة ممكن تمارس هالدور برا قبة عبدالله السلام بالضبط ممكن تمارسه في القنوات في الفضائيات في المقالات لكن أنت دورك رقابي وتشريعي وللأسف اليوم الرقابة منزوعة في هالمجلس بمحمد شرايك بغانون الهمز واللمز أنا ماني معه صراحا لا اليوم أنت ما تقرد تشفين نيات تبليع للضب هار لا تقرد تشفين نيات بعدين مادة 54 من الدستور الأمير رئيس الدولة ذاته مصونة لاتومس يعني هذا البيت الدستور اللي هو فوق القانون صحيح فأعمالها دعا وقانون الجزاء منظمها وعارفها يعني للأسف لكويت دائما نحن دولة يسمونها الشعار حمامة السلام لما تشوفها القوانين تسكير الطرق خمس ساعة سنة سجن الغمز واللمس تروح حتى قانون غلط الغمز واللمس المفروض همز واللمس يعني اسمها خلط قالوا ما حد يرشح اللي يكون من أصل ما قبل 1920 هذا قانون عنصري أنا أقول حق الناخبين اللي قدم هالقانون هذا يبيك أنت كناخب بس الصوت له اللي تجنسه بعد 1920 ما يبيك أنت ترشح يبيك تكون آلة للتصوير بالضبط وإنت حقق ترشح حقق أن تكون رقابة تشريع وتمثل الأمة هذا حقك فهذا كأنه يسلب هالشيء هذا صحيح عندك القوانين الثانية الحكومة قاد تكبير السجن المركزي تكبير غرف الإعدام لتكلف 300 ألف دينار زي وين القوانين التنموية نحن ممحاجة حق هالقوانين نعم بعدين القوانين الجزاء موجودة لدائما أنت تقول العقوبة تتناسب مع الجرم لكن أضخم هالشيء ولا الإضراب عن العمل ثلاث سنوات سجن ما إضراب عن العمل فيه قانون العمل يما يفصل يفصل فيه يطبق عليه بس ليش سجن صحي سجن سجن شون بتوصله فأنا أقول لك المجلس هذا بالعكس يعني فاقد التشريع فاقد الرقابة قوانين ما هي مدروسة كأن موضوع انتقام أيضا أنت انتغتهم في مسألة رفع الحصانة يعني على تحديد النواف الفزيح صح يعني خلنا نكون واضحين وشفافين انتغتنا يقول لك هذا أيضا سابقة يعني مش سابقة يديدة عندنا في الكويت كل المجالس سابقة في مسألة رفع الحصانة ما ترتفع يعني ما يرفعونها عن النواب بسبب محابات مجاملات ويقولون كيدية أمو صحيح يعني مسألة الكيدية آخر شي يفكرون في دائما في قضية المصالح وغيره ليش تنتقد يعني على المجلس هذا مركز عليها أبو محمد هذه حطني على قولت وقت تشرح حلقة اشرح حلقتك محامي أنا انتقت مجلس 2012 لعدم رفع الحصانة صحيح لكذا أمر يختلف أنا بأخذ الموضوع من بدايته يوم الأخ العزيز نواف الفزيح ذكر في ندوته ما كان نائب وين الحكومة وين أمن الدولة ما قدمت للنيابة بالضبط ما قدمت تقريرها اسكتت إلى ما حتى صار نائب نعم اليوم في قبة عبدالله السالم أنت ذكرت أنه ساعة تكون حبية أنه ما يرفعون الحصانة نعم اليوم ما في حبية هذا سمو الأمير صحيح يعني ممعقول أنا بدي نوافل فزيح عن سمو الأمير هذا المأمر غير مقبول صحيح وبعدين نحن نثق بالقضاء وين بيروح ما راح يروح وين تنامه راح يروح القضاء يعني وذكر حتى أنا وفزيح عندك وانا أذكر ذكر أنه بيرفع الحصانة عن نفسه نعم وقال أنه أنا ما أقصد الأمير الحالي شو ما تقصد الأمير الحالي وانت قلت عسى الله حفظه عسى الله حفظه يتنقر حق الشخص العايش وربطت المرسوم الصوت الواحد بمرسوم الصوت المرأة ففي ربط بين الاثنين أول شيء على الحكومة الأمير يمال الصلاحيات عن طريق وزراء للأسف سبع وزراء كانوا موجودين في قبة عبدالله السالم والباجي كانوا خارج القاعة هذا اللوم شديد على الحكومة النواب رشحوا بالشعار السمع والطاع اللي سموه الأمير زي لانش ما رفعت الحصانة وين الكيدية اللي فيها نعم انت تدري الأمر المضحك شنو بعضهم يقول لك كيدية لأن واحد من المعاررة رافع القضية لا أمر بختلف وميقصدون دكتور وليد طوطبائي وليد طوطبائي رفع قضية عن نواب الفزع للنواب الفزع أساء للدكتور وليد ولكن بالنسبة حق المساس لمسند الإمارة الدولة رافعتها إذا النائب معارف القضية شنو شون مسوت انت يعني النائب من المجلس شي يقول يقول أنا ما رفعت الحصانة لأن الدكتور وليد طوطبائي هو من رفع القضية على النواب الفزع لا الكلام مصحيح دكتور رفع قضية على نور المسيح على أمر آخر التطاول بالنسبة للفضائيات صارت ولكن أنت لمسي القضية المساس بمسند الإمارة يا النواب لش ما رفعت الحصانة؟ ماكوا عذر بقى أنت مو محل القاضي تقول والله كيدية خلقا بحكة خلتروح البحكة بس البعض اللي ميل حق هالمجلس شي يقول لا هذا موقف سياسي وبعدين يطلح يقول لك لا خطاب مسلم البراك خطأ يفترض مصدرتك وحده هذا خطأ وهذا خطأ المفروض أو لا تقارن لا تقارن لذلك أنا أقول لك من الباب أولى كانت الحكومة تواجدة والمجلس يرفع الحصانة ويروح للغضاء رفع الحصانة أنا أقول لك ترى تسير وأيضا نمركز على الفزايا أشوفك يعني زايد على اللزوم حاط على قراتهم تحت المجهر لا والله أيضا حتى في تقديم خلني أقول لك يا بمشاري لا تقولي أنا ريالة أزلغ وعرات يقول بمشاري سباس استجواب وزير المالية انتغت اللي تقدم في نوافل فزايا قلت فيه 15 فبراير إنه صادف يوم الجمعة لا ما انتغت لا لا بالعكس ها شون خلنا نكونوا أنتغت المجلس كامل أنا كتبت خمس تغريدات ذكرت أن المجلس الحالي يوم كانوا بالسابق كانوا مواطنين كانوا يتقدون المجلس 2012 في تقديم استجوابات للعلم وهم قدموا الاستجوابات واحد منهم يصادف 15 فبراير للدعاء أنه يقدمه في نصف الشهر 15 فبراير يوم جمعا فكان يمنوا هو يمنوا ينواف لفزايا وباجي النواب مو قالوا أنتم استعدلتوا بالاستجوابات كلهم قدموا استجوابات أربع استجوابات بالجملة ويوم الحكومة وراتهم العين للحمراء سحبوا استجواباتهم أنزل على قوتهم وقلت معين حمراء معين حمراء بطولة برد أحب صورة سعدون مسلام وياينكم ياينكم وكتبت أكثر من تغريدة لانتقادات المجلس قلت أن مشاري لحظة لحظة شوف أم شاري هذي أشفيك لا 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 هذي أخنا أقول لك شوف هذا المسلم الذي نحل المجلس بين هذي لا أبو مشاري خلنا أقول لك تنظري يعني يا أبو عبد العزيز أحمد السعدون لكل التقدير والاحترام النائب الفاضل المسلم البرناكلة كل التقدير والاحترام لكن لا نستطيع أن نقلل من أشخاص النواب الحاليين والله في مسألة يعني يخافون من مسلم والذي يخافون من أحمد السعدون يعني هل مواطنين ونواب والحل لا لا ما تدري هذي يجح السعدون لا لا هو لهم قد من نفس إجابات هذي كم مرت كم مرت صلبات هذين قد من يكونهم مربع بس يعني من باب من باب احترام أشخاصهم من شاري وعلي حكوم ما بين نفس احترام أشخاص ما عندها نفس الحكم وليس الحكومة الحالية ما عندها نفس حكمة حالية كيف كيف يقول صالح إجابات ما قدرت تحملهم أخلطانين إحنا انتغدناهم إيه أقول لي إحنا انتغدناهم بس إحنا ما نبي يعني كنوا عزيز نستزع بأشخاص يعني إنه فلان خايف منه ولا فلان خايف منه لا لا أحب بمشاري لا أهم مغدرين وإخوان هم عزيز كلا ورايح وكل عمز مقابة بالنهاية بالنهاية الناس هي من تغيم عملهم اليوم إحنا بمشاري إحنا كنا أنا واحد من الناس قاعدة أنا كنت أقول والله المجلس هذا سيكون مجلس إنجاز ومجلس كذا ومجلس ومجلس لا لا لحظة نشجع المشاركة أنا واحد من الناس تكلمك صح ولا لا لكن اليوم موقف المجلس من خلال الاستجوابات والسوابغ اللي قاعد يسوونها في حلامات استفهام حتى في عنوانهم ورؤيتهم لغضايا الناس عليهم عشرين علامات استفهام قاعد ننتقد عملهم لكن كأشخاصهم مقدرين يعني إحنا يبكي وأن أدري أنك بمشاري ما تقصد لا لا أكيد أنا ذا أدن حزبت مرح ينجحهم مشاري مرح ينجحهم لا مرح ينجحهم لا لحظة لحظة شباب يعني توقع عدنان عبدالصمد ما ينجح لا أغلبية مرح تنجح عدنان عبدالصمد حتى الأغلبية السابقة ما رح ينجحون من هذه المشاري ترى عدنان عبدالصمد مو محسوب على المجلس ناجح من قبل صحيح حتى جوة حمومة برارة مهمة أول مجلس تقريبا كله يديت أحمد ستة ثلاث هو على كلامك يعني إحنا يوم الأيام كنا نتأمل بالمجلس الحالي قضية البدون نعم ولا لأ صحيح قلنا هذول الناس الآن هم الأقرب من قضية البدون واللي حسين وأنا أقول لك ما رح يسوون شي قدموا 4000 حكومة رح ترفض لا 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 حكومة حكومة رح ترفض حتى أخونا أبو عبدالعزيز فيصل كندري يعني الثاني يوم بعد لقاءنا ويانا يترجع عظام مجلس الأمة سحبوا كلمة لا يقل عن أربعة لا يقل يا من الحلال خلال الله لا يقلون غضية بدون تحرم المجلس الحالي ولا غيره نتقد 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 من عنوانه سحين اتفضل أنا شو اللي قلت يعني انتقدت المجلس كامل ذكرت أن أحد النواب الأخ الفاضل تميمي ذكر أنه يجب ضرب عنق من يتطاول على مسند الإمارة نعم وأيضا أهو من أحد لم يرفع الحصانة فانتقادي على المجلس ليس على الأشخاص صحيح وأنا انتقد العمل يا من الناس انتقدت بالعكس يعني تلقى التصريح غير والتصويت غير الأداء غير يعني أنا نتفق وياك في غور كثير هنا في غضية أداء أنا بنتقل لك للمجلس أرجع لك للمجلس المبطل استجوابك كان يعني بصراحة أنا كأحمد الفضل يعني كواحد أبقر عنوان استجوابك لوزير الشؤون أنا أعرفك أبو محمد أنت مهتم في موضوع اتحاد الجمعيات التعاونية بما أنك رجل من 2005 يعني ل2011 قبل أن تنزل الانتخابات وأنت رجل يعني تعاوني وتعرف يعني عمل التعاونيات بشكل كامل لكن ما كانت واضح يعني الناس ما كانت واضح يقولوا وزير شون كان متعاون مع رياض العدساني بشكل يعني ما في وزير رجيب تعاون معه مستجوب الطريقة اللي كنت من ملاحظات تقدمها له كان يحاول يتداركها وهذا واقع كثير من الأمور كان يسويها البعض استغرب خلنا أقول لك يعني وأنا ما ودي في غضية التصنيفات بالنهاية يعني أنه كان له موقف في يعني في إحدى الصحف كان له يعني يتكلم عن إحدى فئات المجتمع مقال مقال أبو مشاري في جريدة الأنباة تحديدا كان الأقلبية لهم يعني موقف أنت الرجل متعاون معاك وبنفسه أنا وسمعت هذا الكلام منك أنت قال استجوابك مستحق يا رياض العدساني وفي هناك أخطاء وأنا سأعمل على إن شاء الله تدارك هذه الأخطاء وأنا أتفق وياك في الكثير من الأمور لكن البعض قال ما هو مفهوم هل هو لحماية الرجيب لحماية الرجيب من الأغلبية تقديم هذا الاستجواب أو البعض أن رياض العدساني استقل واعتبر تعاون الرجيب وهو ضعف من قبل الرجيب فقال خلني أقدم هذا الاستجواب تفسيرك للحالة حالة استجوابك الوزير أجاوب على كل الجزئية نعم فضلا إذا نفترض جدلا حماية الوزير وأنا ما أحمي وزير إذا أنا قدمت استجواب ممكن لأغلبية يقدمون عشرة تروحون في الثقة يعني ما هي حماية مجرد تما صعدة منصة السجواب بالعكس وهو مهدد ممكن تقديم طرح الثقة فيه كان بالضبط اللي حصل بيني بين الوزير أنا ما رح تحق أي وزير مكتبة إلا الفريق أحمد الرجيب نعم وكان الحمد لله شاهدت من بعد رب العالمين الأخ الفاضل بارك الوعلان كان بيطلع سبحان الله قلت خلك موجود كونك رئيس للجنة الصحية والاجتماعية وكلمت الوزير قلت ترى عندك بالوزارة كذا 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 من الفساد وعطيته قلت هذا السؤال بارلماني ترى بعطيك إياه وأنا كنت جدا متعاون معه وعطيته ملف يختص بالفساد في وزارة الشؤون هذا قبل أن تقدم السؤال هذا الكلام في شهر اثنين نعم بعدين كنت التقي بالوزير تقريبا أكثر من 15 مرة في مجلس الأمين وأقول له عندي قال عن اللقامات اليوم احنا وصلنا الوافدين تقريبا خنقل رقم مهول كلمت عن قضية ارتفاع الأسعار كلمت عن قضية الأغذية الفاسدة لموجودة في اتحاد الجمعيات كلمت عن الأيتام كلمت عن الساد جابر نعم كله ترى ما خذها إجراءات البعض يقول هل أنت قدمت السجواب ثلاثة شهر فترة يعني كعجالة قلت لها ليس عجالة لأنني أنا لو أسكت عنها ثلاثة شهر ممكن يزيد التجاوزات دبل لو أسكت لو نفترض المجلس يستمر ستة شهر أنا أعطيك مثال وهذا اللي حصل ويا لو أنت مكاني أنا قلت له في صندوق المشاريع الوطنية كان في 15 مليون نزل إلى 9 ملايين قلت له أبي منك يا الفريق أحمد رجيب معالي وزير الشؤون وقف الصندوق بس ونحاول إلي الديوان المحاسبة قال لي وقفته استنتج يطلع شيكين بشهر أربعة قال لي وقفته شهر ثلاثة شيكين مسافرين رايحين قطر على حساب الصندوق هذه نقطة نقطة ثانية بلاوي فيه عندك قانون الإقامات طبعا ممطبع شركات الوهمية شركات الوهمية أنا أعطيت الفريق أحمد رجيب 200 شركة وقدت أبحث عنهم وما صار شي عليهم يوم قدمت للسجواب كان على خمس محاور المحور لأوله وقضية الأيتام لهم ما عندهم أم ولا أبو وهذا واجبنا نوقفوا يوم قصبا علينا صحيح قضية الإقامات قضية الساد جابر وقضية عدم تطبيق القوانين والأحكام القضائية والخامسة اللي هو ارتفاع الأسعار والأغذية الفاسدة ما صلح ولا شيء فيهم طلع بتصريح السجواب العسالي مستحق لتطهير القيادات الفاسدة في وزارة الشؤون وذكر أنا أعطيت 200 شركة ذكر أن هناك 26 ألف شركة وهمية ومخالفة الإقامة إذا نفترض كل شركة فيها 20 ضرب 26 ألف يعني فوق النص مليون أنت عندك عمال وافدة مو بحاجة لهم وين قاعد يسرزقون بالمحرمات بالممنوعات وكسر القانون فكلمت قلت أنا مو هدفي ترى رأسك هدفي الإصلاح إذا صحت منصة للسجواب وفنت للسجواب بشكل صحيح طبعا أنا همي أن أنت تدير الأمور في وزارة الشؤون لأن ترى وزارة الشؤون ما حتقدم السجواب أكثر من 20 سنة حتى طلال العيار عسى الله يرحمه ويغفر له لقدم السجواب على أساس وزير كهرباء ما هو أساس وزير الشؤون صحيح وزير الكهرباء كان وزير الشؤون وكهرباء بس كل الأمور على قضية التربينات فتراكم الفساد في وزارة الشؤون خاصا عندك أنت مؤشر الفساد أكثر شيء الشؤون والبلدية صحيح فقلت له إذا فعلا أنت جاد في الإصلاح حولهم النيابة أنت تقول هناك رؤوس فاسدة في وزارة الشؤون قال لي إن شاء الله أحولهم النيابة قدم استقاطها فهوين خطأي يعني أنا قلت حول النيابة إذا هو خطى خطوات جادة وحولهم النيابة فأعملها تنتهي للسجواب بس ما قدم فمعناته بس هو كأنه كان يعني كان يعني كنت نشوفه يعني أنا واحد من الناس هم يعني كنت أشوفه من خلال الإعلام وحتى كم مرة هني قلت على البرنامج يعني كنت أشوف أنه فعلا يا يبي يصلح الأمور هذه يعني بالأمانة يعني كنت أشوف أنه ريال فعلا يا يصلح قضية الإقامات والشركات الوهمية الإقامات أنا أقول لك صعب لازم نكون نحن منصفين مع نفسنا الإقامات متما متعلقة فيه الشؤون والبلدية والتجارة بعد والتجارة كان الفريق أحمد درجايب وكيل وزارة الداخلية يعني خلنا مواقعين ونفسه صار وزير الشؤون صحيح فدستوريا ما أقدر أحاسب على الداخلية بس منطقيا مسائل يعني بس سؤال أبو محمد كان في أنا أذكر حتى أيام وزير الشؤون السابق الدكتور العفاسي يعني مسعود المسي عليه بالخير يعني أنا مرة كلمت قال لي أبو علي في عندنا حتى الآن قضية الشبكة الاتصالات ما بيناتنا والسيستم النظام حتى الآن ما أكتمل ما إحنا قادرين إحنا نتابع قضية العمالة والشركات الوهمية هل مثلا فعلا الآن النظام متكامل فيه شيء عندك خبر عندك معلومة الشؤون إذا ما متكامل قدروا أن يحصرونها 26 ألف شركة وهمية البعض يقول فرضا ليش ما قدمت استجوابك مع الوزير السابق الدكتور العفاسي إذا أنا ما كنت نائب فالله لو كنت نائب لا أقدم الاستجواب ولا أتردد لأن أنا كنت مواطن رفعت قضية على وزارة الشؤون أنا الموزير ذكر رشيدي حالة ألف شركة أعتقد حالة ألف شركة بس وين الباجي 26 ألف استادي وزارة الشؤون إذا الموضوع العمالة تحتها ما رح يسمع لا تزم هذا المشروع لإن شاء هذه العاملة هذه العاملة هذه العاملة هذه العاملة صحيح نحتاج جهاز مستقل جهاز مستقل مستقل يتفرح للعملية نعم وزارة الشؤون أنا مزوعة تساءل تحتها رياضة شاء لوح منها والعمالة يأخذونها منها ما قالها هذه الوزارة إنتحاد الجمعات التعاوني قطاع التعاوني ما قالها أمور تغير مسمعها ترى الناس ترى مجلس على الأسرة سووا الحين بيسر جهاز بس خلني وصل الناس ازهقت من هالثلاث وزارات التجارة والبلدية والشؤون أي شاب طموح اليوم يبي يسوي مشروع قاعد يخرب قاعد يتبهذل يعني وكل مرة نسمع نفس التصاريح يأتي وزيري ديد ونحن ندفع في علجة التطوير ونعالج الفساد الفساد موجود في بعض الوكلاء قاعدهم ليش أنا يعني نفس الروتين لم يقلك الحكومة الكترونية وينها الحكومة الكترونية النقطة اللي أهم من هذا كله المراسلات بين وزارة البلدية ووزارة التجارة الكتروني يعني المدير يقدر يتعامل مع الجمهور الكتروني مراسلات التطويروني بس ما يبي ليش يبي يمشي فلان ويضغط على فلان حسن مشي وصلاته صحي المدير وهذا الخلق الفساد كبير يعني في وزارة الشوم في موضوع لغامات ممشارية ومتراكمة من سنوات وسهرات موضوع يعني شلي يمنح السؤال هني الأهم شلي يمنح أننا تنحل هل هناك متنفذين ما يبوني حلوه لا في متنفذين ما يبوني وقل لك شغلة أنا كنت أسمع يعني في سنة من السنوات أن حتى المساومات الحكومية تعطي بعض النواب ها ها ممشاري ضحك لأنها ريال خبرة في مجلس الأمة كم إقامة مجانة ييب لك كم واحد واستفيد يعني شوف لهذه الدرجة وصلنا في قضية الفساد في مسألة وممشاري في نظري الرشوة طبعا أقبحهم الكاش ولكن الرشوة أنواع مناقصات توظيف سياسي مراضات أراضي مزارع كلها الرحلة سياحية على نفقة الحكومة للإدعاء على العلاج الخارج هذه كلها أنا عندي سؤال الأخير عشان وصلنا النهاية وتجاوزنا الوقت يعني أنا قاعد أتابع مغالاتك في القبس أبو محمد يعني ومغالات كلها تتحدث عن التنمية وعن الفساد وعن يعني مثل في غضية أيضا حتى تطبيق الغانون ومعايير المزدوجة التي تستخدمها الحكومة في تطبيق الغانون على أشخاص وعدم أشخاص العدالة الاجتماعية مؤشر الفساد وتراجع الفساد كلها من خلال مغالاتك تبحث عن أنه وانت قلتها قبل شوي في الحلقة قلت عندنا فوائض مالية ضخمة في البلد لكن لا نشوف مشاريع لا نشوف تنمية باعتقادك شنو سبب كل هالمشكلة في هالبلد هل نقول أكيد الأساس الحكومة هل هناك أسباب أخرى غير الحكومة وتكلنا ميدا في الحكومة نعم فيه أنا نقول 90% تلام الحكومة و 10% على النواب نعم أيضا النواب منهم أنه مستفيدين أنه ما صوت وفق قناعاته صحيح في بعضهم قبل يعني أنا خلنا فصلها التجار اليوم نوعين تجار شرفاء وتجار الحكومة خلاص يعني اكذبتهم للتجار السياسيين يبي يقول كلمة الحق توصل هنا وتوقف ما يقدر لأنه سكرون نلعلي يسمونهم معتمدين على كويت اليوم مناقصات الدولة من الحقك أنك تاجر تاخذ مناقصات الدولة بس بشكل صحيح نعم بس أنت تقول لي نائب وتاجر يعني أفصل وهذا ما دمي 21 من الدستور تفصل مفروض صحيح تبي تجارتك مارس تجارتك تبي السياسة خل تجارتك على صوب ومارس السياسة نس العمل الله يسأل الله رحمه ويغفر له حمود زيد الخالد صحيح خل تجارتك ودخل العمل البرلماني يعني صار وزير يعني فهذه الأقصة وزير المواصرة احنا عندنا يعني في ممارسات من النواب من الحكومة لا والحكومة يعني ما تقوم يعني اليوم الحكومة ما محك في قضية الصوت الواحد وأن المجلس هذا فيه وما فيه وغيره ليش الحكومة ما تبين أنه اليوم احنا باستطاعتنا ننجز لكن كان هناك بعض العراقين اللي نواجهها من مجلس الأمة في التشريعات اليوم مجلس يعني ما رح يقول لك لا في المشاريع اللي انت قاعد تقدمها ولا رح يشكك فيها ولا ولا ليش ما تقدم هالمشاريع ليش ما نشوف المشاريع أنا خل نعطيك نظرة الحكومة الضيقة أي بالنسبة للمحاصصة آخذ من كل قبيلة آخذ فرضا من الحاضر آخذ من الشيعة ليش كذي ما كل المواطني سواسية صحيح الوزراء الكفة نق منهم والدليل القبائل اللي قاطعوا لأنه كان وزير سابق يفترض انه ما تكون هذه النظرة للحكومة صحيح يفترض انه خلاص انت تشوف وزير كفاءة نقي وانا بالنسبة لي يجب له تغيير القيادات الوزارات الوكلاء المساعدين وكلاء الوزارات ممكن لهم ولكن يجب تجيد الدماء احنا شرحنا قانون لكن ما كملنا له بالنسبة حق الوظائف القيادية قيادية نعم حدها ثمان سنوات خلاص تترك المجال على غيرك يعني رأسة امريكا ثمان سنوات خلاص وكيل وزارة بتقعد لي ثلاثين سنة ثمان سنوات تترك المجال على غيرك يعني هذا اللي كان المفروض يصير نعم يعني احنا الفساد لكن نتمنى ان شاء الله ان البلد تنهض في ظل هذه الفوائض وان الحكومة يكون لديها الرؤية تبتعرف دولة فيها فساد او لا لا اذا شفت وفرة مالية مقابلها تنمية تعرف الأمور صحيح وفرة مالية وما في انجاز اعرفنا الفساد وهذا التوازن ما بين الامرين للاسف احنا وصلنا للنهاية ابو علي ابو علي ذي كلمتك الاخيرة يعني انا الحقيقة اولا شي سعيد وجودك وياي اخوي ابو محمد اول شي الله يخليك ويسلمك بداية امسي على اخوي واسلم على اخوي محمد اللعمر ابو محمد اقول لك هذا رياض العساري يقول لي يسلم عليه ومسي عليه بالخير يعني الحقيقة انا سعيد وياك انت ويادنا اذيك الايام السابقة قبل الانتخابات فعلا يعني هذا رياض العساري اللي هو الشاب الطموح الذي قاعد يبني شخصية سياسية مستقلة في نفسه وانا صراحة احترم الانسان اللي هو دائما اقول لا تشوف الى الرموز مع احترامه وتقديدا لهم ابني في نفسك الشخصية المستقلة السياسية انت ابتكر الكلمات انت ابتكر لنفسك خنقول السامبل النموذج انت ابتكر لنفسك السيناريو اللي تبيه ترى في كثيرين دائما يحاولون يقلدون الناس اللي فوق يخفق ما يعرف شون يمشي بالنهاية لا ترى عندكم قدرات حتى في العمل السياسي مرات تجد ان واحد يعتقد ان هذا الرمز اللي موجود لازم انه يقلد مو بالضرورة تقلد ترى والله ممكن انت تبتكر في نفسك واحسن دليل الرجل موجود هنا قال لي بأنا ما اني محسوب لا على المعارضة ولا على الاغلبية ولا على الاقلية ولا مع الحكومة ولا ضد الحكومة انا ريالي اخدم البلد اخدم المواطنين اخدم الشعب اخدم هالأرض هذي وين ما اشوف في مصلحة الشعب وفي مصلحة الدولة وفي مصلحة الأمة انا ويا هالمصلحة هذي وكفو عليك ازاك الله خير اقم شاري انا اضطتين اضطل اولى ما شاء الله شخصيته مستقلة واتمنى حافظ على توازنه هذا وتواصل على الجمهور ودخوله عالم الإعلام والكتابة كزميل في الجامل الإعلامي احنا نسانا فيه في جرية الغبس يمكن يعرفون يمكنوا الزملاء او الشهاد الكرام يعرفون انه هو ابن الوزير السابق احمد العثاني محمد وماشاء الله نفس الركادة ونفس الشخصية الله يبارك فيهم ان شاء الله عائلة بداما معطاعة بالوطن وبهذه الشخصية الحلوة والدميسان شيء ثاني وهذه المهمة جماعة الخير شوفوا الحين هذا نعب بلسة 2012 من الأغلبية المطلع حضر معنا هنا وبين وجه نظرة واعتقد وابع كثير من الفانين انت وليش ما تيون نفسه نفسه قاعدة قاعدة نفسه نفسه قاعدة نفسه قاعدة نفسه قاعدة نفسه قاعدة ثاني حياة مالله ونعم فيهم والله يقعدون وضحون للجمهورة الجماعة ترسل ونعم فيهم كلهم يعني القناة أو البرنامج ما هو مخصص للمجموعة معينة أو رأي سياسي معين لا تعال اوه انت حين ناقشناه وكل شيء وامور ما قد نحننا فيها وفيهم ما نغل نعننا فيها نحن نقول لا تبع التنوع الأراء وحضورهم النواب من نجموعة للألفين واثنين وهذه دعوة من خلال ايه يعني ناقشون نجموعة الخير وانتقد تملكون الحجاج والبراهين شفت الحوار الموضوعي صحيح وناقشناه بطريقة هذه وحلوة فأتوقع أن الجمهور بحاجة ناخبينكم قواعدكم الكويت بحاجة اسمع الرأي الآخر بطريقة وافحة فحياء الله الجميع نعم مشكور يا أبو محمد على تواجدك معنا وتواجدك إضافة لنا وحقيقة أنا واحد من الناس مشيد بطرحك وهذا الطرح العقلاني اللي فعلا اليوم الله محتاجينه يعني إحنا لاحنا يعني بالنهاية الناس يعني هالوطن يجمع الجميع وكل من يعيش على هالأرض هذه فنتمنى أن يكون هناك توافق وأن الكويت لا تستاهل هذا التعطل لسنوات وسنوات بالعكس الآخرين عندهم رؤيتهم إن كانوا الأغلبية وإن كانوا في المجلس الحالي أيضا عندهم رؤيتهم نتمنى أن نوصل لنقطة الالتقاء أن البلد وقفت يعني سنوات وسنوات يعني يمكن حزب الخاطر نشوف تراجعنا في الرياضة في الاختصاد في الأمور الاجتماعية في التفكت في التناحر حتى في مسألة احترام الرأي والرأي الآخر أصبحنا نتناحر نتمنى نشوف الكويت بشكل أكبر وإحنا أبدا هبتها الشباب يعني مثل هالطرح اللي يطرح لكن كعضو مجلس بعد ما كان عضو لأول مرة فعلا أنا سعيد بهذه الشخصية وبرياض العدساني وهو مبخرة للشباب في مسألة طرحة ومواقفة اللي في مصلحة الوطن شكرا يا أبو الخامن والله مشكورين على الكلام الطيب والله حغير مستخدم خير شهادة اعتز فيه هذه صلاحة أخوي أبو محمد وأنت تري يوم يأتنا سابقا ما اختلفنا وإحنا دائما مع الرأي السديد اللي هو فعلا يخدم الوطن وهذا من طيبكم كلمتك الأخير عسى الله وفقك أنا أقول والله مشكورين إزاكم والله خير وكلام طيب يعني واحد يعجز اللسان عن التعبير صلى الله عليه وسلم يعني وعسى الله يحفظ لك وأميرة وشعبها من كل مكروه الله أمام احنا طبعا كثير من الرسائل التي تشيد فيك يعني حتى من عمان والله يعني يقول يوصل لك تحية الخلوغ الرائع رياض العدساني من سلطنة عمان ويقول لي أحمد الحلاقي يدور عليك طبعا أخواننا من مصر أيضا يعني أختنا مصرية متزوجة من كويتي يتمدح البرنامج والطرح من جمهورية مصر الأخوان يعني يقولون تسلم على أنك يبتلنى هالضيف الرائع من المملكة العربية السعودية والله الله يسلم كثير من المسجات داخل الكويت يوجهون لك تحية والله أنا حيين وتشكر منه الله يسلمك ومحمد إذن مشاهدي الكرام وصلنا معاكم إلى نهاية هذه الحلقة مع ضيفنا أخونا عضو مجلس الأمة في مجلس فبراير 2012 مجلس المبطل رياض العتساني وهذا الحديث وبالنهاية الحكم لكم كمشاهدين باتشر راح يكون معانا سعدون حماد أبو حماد في موضوع استجوابه الهان حسين والله ما أدري شنو موضوع استجوابه الحد الآن الاستجوابين هذه ما أدري عن استجوابه هل يبعد يبون يصوتون عليه المجلس ويسحبونه وهو ما بيده شيء ما ندري باتشر كل أمور راح يبين ويانا مع نائب مجلس 2012 أخونا سعدون حماد وراح يكون حديث طويل أيضا وإن شاء الله نحاول أننا نوصل لكم الصورة الصحيحة في مسئلة 2013 أنا راد سنة في مجلس 2013 تحياتنا لأخونا عبدالله السلمان وأيضا محمد أنوار وحمد عبداللطيف ومخرجنا محمد عز وليك جميع العاملين أنا شاكل لكم على حسن المتابعة وتقبل وتحياتي وتحيات فريق البرنامج ومع السلام حكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة